موسيقى السلام عليكم ما بين القصير وارتدادات معاركها على كافة الجوانب الميدانية والسياسية والتوتر المتزايد بين سوريا وكيان الاحتلال الإسرائيلي تبرز قراءات متسارعة عن الحرب في سوريا التي اجتمع أعداؤها اليوم في عمان حيث اختارت الأخيرة التصعيد مع جيرانها في خطوة مشابهة لسياسة أردوغان في تركيا ما الذي يمكن أن يؤثر فيه الميدان على مؤتمر جنيف 2 والاستعدادات له ما زالت جارية وهل سيعقد هذا المؤتمر أصلا؟ وما الجديد الذي سيقدمه بعد جنيف 1 حيث نقضت أمريكا الاتفاق قبل أن يجف الحبر الذي كتب به وأين مصلحة الغرب اليوم في سوريا بعد أكثر من عامين في الحرب ومرتزقته وعصابات القاعدة لم يفلحوا بتحقيق المخطط المرجوي منهم خيارات وصفت بالأصعب في مرحلة شائكة وشائبة وغامضة أيضا لدى من أراد الحرب إذ الجيش العربي السوري اخترق الخطوط الخلفية للعدو وبرزت إسرائيل كلاعب أساسي مع الإرهابيين وسحبت أمريكا البصاط من أدوات التآمر في تركيا وقطر والسعودية ولهذا أيضا علامات استفهام أخرى معركة القصير ومستقبل المواجهة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومؤتمر جنيف 2 المنتظر أبرز المحاور التي سنناقشها اليوم مع الدكتور محمد زاهر اليوسفي عضو مجلس الشعب أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا والدكتور محمد ضرار جمو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الدولية في المنظمة الدولية المختربين وهو أشهر من نار على علام سكرا سيدي الإعلام الوطني السوري وليس فقط داخل الإخبارية السورية سكرا سيدي خليني أبدأ معك دكتور جمو أنت عائب من حمص تطلعنا على التفاصيل التي شاهدتها بأم عينيك تفاصيل المعركة تفاصيل الروح المعنوية لدى جنودنا البواسل وحتى لدى المواطنين السوريين حيث كثير من قنوات الفتنة والضبطية تقول أن الجيش لم يتقدم بالإقصار هناك فقط كم نقطة في داخل الريف ولا يوجد تواجد للجيش العربي السوري داخل منطقة الإقصار بالتحديد مساء الخير السيد سيد 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 لك ولكل فريق العمل في الإخبارية والسادة المشاهدين جميعا أولا مضحك مثل هذا الكلام المفاجأة أن هؤلاء صعقوا عندما تغير التكتيك العسكري لدى الجيش العربي السوري وكانت انطلاق هذه المعركة وساعة صفرها لم يدركون ما الذي سيحدث فكان الدخول عبر أربع محاور وهذا الذي فاجأهم وكان أهم من كل هذا الموضوع تعطيل منظومة التجسس القاعدة الدولية للتجسس على سوريا في منطقة الإقصار والعربات الإسرائيلية وكل هذا ترافق هذا مع هلع كما رأيتم جميعا القضية لا تحتاج إلى كل هذا الوصف هذا الهلع الدولي والهلع الإسرائيلي في اتجاه بعض الدول لترتيب بعض القضايا يؤشر بشكل كبير عن مهية هذه المعركة وهم راهنوا على قضية الإقصار الإقصار ليست مدينة عادية لماذا ليست مدينة عادية؟ أنا أقول لك لأنها تقع على الحدود ما بين لبنان وسوريا وهذه الحدود طويلة جدا وتمتد وراهنوا عليها أنها ستكون بين أيديهم لكي يكون دور التآمر من تلك البلد كما كان تاريخيا عبر بعض الذين يؤمنون بالفريق الإسرائيلي ويتعاملون معه منذ زمن بعيد لكي يكون هناك ضربة قاضية يعتقدون في الوسط يجب أن لا ننسى أن حمص راهنوا هؤلاء عليها أن تكون عاصمة ما يسمى ثورة قتلهم وأجرامهم فأزبي حمص التي صمدت وشعبها وأهلها تنطفض على كل هذا أنا أريد أن أقول لك معلومات للأسف نحن يمكن من كترة الأحداث أستاذ حسين الإعلام لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يغطي كل شيء في سوريا يعني اليوم هناك إغفال إلى أن 125 قرية وضيعة ومدينة لأنه تختلف الأحجام في ريف حمص قد حررت من المسلحين بالجامل الرقم كبير نعم الرقم كبير 125 ضيعة رقم منه كبير ولو إذا الغسانية وعب يسمعوا أهلنا طيب إذا المشارفة على حدود على معبر جسر أمار شوف اللحمة هناك من يقول بعض الكلام السخيف والسزج أنه في فئة تقاتل وفي فئة ضد الدولة وفي فئة مع الدولة لا معظم الشعب السوري 70% أو أكثر من الشعب السوري هو منخرط في هذا المشروع يعني المصيري في القتال أنا أقول يعني الأهالي أنت بتفكر الجيش بيقدر يعمل شيء كان لو ما الأهالي هن الحاضن الكبرى والأساسية ويقاتلون طيب ما سيره في تلك له خرجت بعد صلاة الجمعة من العلماء والشيوخ وكل أهالي تلك له في تلك المنطقة ماذا يؤشر هذا هذا يؤشر على أنيار هؤلاء لذلك نحن يجب أن نضيء على هذه النقاط أنه مثلا عم إلا غسانية 8 شهور خارج إطار سلطة الدولة لأنه الإرهاب عندما يأتي نعم والقصير أكثر من سنة عندما يصل الجيش ترى الناس بالزغاريد والأهاذيج وغيره لذلك الكلام لا يمكن أن يوفي حقه إلا أن ترى ماذا يحصل في الميدان بواسل الجيش في الحقيقة هؤلاء يعني لا ينحن لهم فقط هؤلاء هم من يسطرون في هذه العزات وفي كل يوم وفي كل لحظة ويكسرون هذا المشروع أصحك حدا يجي فهمنا أنه جينيف واحد ولا اثنين أي شيء في هذا الوجود لا يمكن أن يعرقل أو يفرمل هذا المشروع لو لا تلك الضربات ودماء الشهداء صارت حالة يجب أن نعلمها لذلك أنا بدي أقول لك أنه وقت اللي كانت ساعة الصفر وانطلقوا قواتنا وأنا كان لجولة في منطقة حمص على كثير من قواتنا نحن من روح لحتى نتبارك في جيشنا ونشوف شعبنا وأهلنا يعني اليوم الإنجاز في حمص خليني أقول لك والناس كلها تعرف أنه اليوم حمص أكثر مؤسسات الدولة والمعامل والمصانع لم تتوقف للحظة واحد طيلة الأحداث طيب جامعة حمص نعم جامعة البعث التي يجب أن نحيي رئيسها وأعضاء وأمانة الفرع فيها للحزب الدكتورة فيروز والدكتور رئيس الجامعة وكل القائمين والمحافظ أنه عندهم شغل غير عادي 95 ألف طالب طيب رح تحدث بالتفصيل عن معركة القصير وزيارتك إلى حمص بعد أن نشرك الدكتور يوسفي بالقصير اليوم كيريا تحدث عن القصير يقول أن هناك تقدم قامت به القوات السورية لكنها تقدم مؤقت يعني دائما نلاحظ أن هناك بعض المناطق المهمة مثل ما بعمر كانت تتحدث بها إلا كنتم تحدث بها أوباما تحدث بها كثير من المسؤولين الأوروبيين ما الذي يجعل كيريا تحدث بتقدم القوات السورية أول مساء الخير لكم جميعا والرحمة لشهداء الوطن من مدنيين وعسكريين ما يجعل كيريا يتحدث هو أهمية القصير بالنسبة للمتأمرين على السورية لو لا أن تكون القاعدة مهمة جدا لهم ولعملائهم لما انتبه إليها ثانيا هم يتحدثون بأقل من ذلك بكثير تحدثوا عن حمزة الخطيب ذلك الطفل الذي قتل في ذرعا يعني يريدون أي سبب ليتحدثوا ويشككوا بإنجازات الجيش العربي السوري التي أتمنى أن تتتابع حتى نصل إلى تحرير كامل سوريا من رجلس هؤلاء ومن ثم تحرير الجولان والأراضي المحتلة يعني اليوم نحن كاميرا الأخبارية كانت في وسط القصير ورافقنا الجيش العربي السوري في أكثر من محوار على الطرف الآخر يتهموننا بأننا لست ندخل القصير اليوم هناك بعض الكلام على قنوات الفتن والتضيل يحاولون رفع المعنويات المنهارة لأصاباتهم داخل بالضبط حتى صوروا المعركة على أنها بين مقاتلين من حزب الله وبين المسلحين والمواطنين في القصير يعني بعكس ما جرت عليه الأمور في القصير هذا عملهم من بداية الأزمة في سوريا وهم يحاولون الجاهدين واللعب أصبح على المكشوف لم يعد شيئا مخبا أو غير واضح للمواطنين فمراسلتكم قبل قليل كانت في خلب القصير وهذا أكبر دليل على أن الجيش قام بإنجاز ومساعدة الأهل الوطنيين طبعا الجيش لوحده لم يكن ليفعل هذا بسرع القصوة التي فعلها هذا كل شيء أظن هل عندك أي شيء طيب خلينا نرجع الدكتور جمو باحتبار أنه ما شاء الله مطلع كثيرا باحتبار زيارة الأخيرة مهمة هي بالتأكيد من أجل أن ننقل الصورة على وضحها ما الذي استغيره معركة القصير على الجوانب السياسية والجوانب الميدانية المسلحية خلينا أبدأ بالجوانب الميدانية أولا الكلام عن أن الجيش لم يتقدم في القصير وكل وسائل العالم قد نقلت أنه تقدم وهناك أقمار اصطناعية قد صورت وهناك أقنية لا أعتقد أن أحد قادر أن يتنكر لها لكي لا يقولوا أن الإعلام الوطن أنا أقول هناك إعلام دولي ذهب إلى تلك المنطقة ورأى بأم العين أن الجيش العربي السوري يسحق هؤلاء وهناك من فر منهم باتجاه طرابلوس وهناك من اكتشف لأقول لك الأمور بكل صراحة كيف حصلت في مدينة القصير يعني بملخص لكي لا أعرف الأمور أولا القصير كانت أجهزة الدولة وأجهزة استخدارات والرصد العسكري قد التقطت أن هناك شيء بعد المتابعة والتطقيق والرصد تبين أن هناك أجهزة متطورة جدا تلتقط بعض المكالمات الهامة التي تأتي إلى تلك المناطق وإلى سوريا وهناك من يعترض هذه المكالمات وهناك من يفكر في ترتيب شيء ما من تلك المنطقة بعد المراقبة لفترة طويلة والإسرائيلي اعتقد طبعا هلأ اليوم في شغلة أساسية ما حدا قادر بقى يتنكر أنه الإسرائيلي عندما كنا نقول في الشهر التالت نحن ومن هنا من الإخبارية ومن غيرها أن الإسرائيلي متورط في قضية اللعب بالأمم في سوريا كانوا يقولون أنه لا يا القضية داخلية وأنتم تهولون الوضوح ونحن عم نهول وأنه لا ما في شيء من هذا الشيء كل هالشيء هو إصلاع وحرية طيب اليوم وقت اللي الجيش قرر ساعة الصفر وضرب من أربع محاور تفاجأوا هؤلاء وعندما يقع أسرع من أعداءك بين يديك من جنسيات مختلفة مشكلة وعندما ترى آلة إسرائيلية موجودة العنوان ما هي العربة أنا بدي التقنيات الحديثة اللي الجيش قبل ما يدخل عطله عطل مفهومة لقدر دخل يعني كانت المنظومة الاستخباراتية تعمل بكل دقة لحتى أنه قدروا اشتغلوا صح لفاتوا على القصير كان الأساس الموضوع تعطيل كل الأجهزة تبع التشويق تقول أن معركة الاستخباراتية نعم استخباراتية بشكل كبير ورفيع وهذه المعركة تدخل فيها الأمريكي والسي اي اي وأجهزة الموساد الإسرائيلي وأجهزة مختلفة في الشطل الأوسط والمخابرات البريطانية وأحداثيات البوارج تبع ألمانيا وغيرها في المتوسط ما بقى في شيء لازم يتخبع الشعب نحن نخوض معركة كبرى مع أجهزة استخبارات وهناك صراع داخلي على هذه الأرض صراع الآخرين على الأرض السورية وهناك مرتزقة وقتلة وسفلة هم الذين يقفون مع هؤلاء المجرمون لا يوجد الرحمة تجوز وتعليقا على حبيبنا وصديقنا الرحمة تجوز على الشؤداء المدنيين والعسكريين الذين قاتلوا مع مشروع الدولة فقط نعم الوطنيون حتى ما حدا يفهمنا حتى نحن ما فينا لأن الله سبحانه وتعالى مرحم هؤلاء هؤلاء وقفوا ودمروا شعبهم وشردوا عرضهم وقاموا في كل ما لا يقبل به عقل لذلك هؤلاء عندما أدركوا اليوم هم والذي يديرهم أنهم زاهبون إلى الهاوية وبدأت فلولهم تتهاوى في كل يوم أنت تشوف بالقصير هناك مشاهد أنا بعدك أنه في مشاهد قريبة رح توصلكون صدقني ما قضية ترفع معنويات لأحد ولكن هؤلاء صغار في هاي المعارك أمام بواسل الجيش وأمام قوات الدفاع الوطني والمقاومون في تلك المناطق بتشوف مشهد يعني غريب عجيب جدا بتشوف عظمة سوريا والسوريين من خلال هاي المشاهد طيب السؤال اللي سألته للدكتور أنه كيري اليوم عم يحكي عن تقدم القوات السورية كيري ليش يتكلم عن القصير يعني لماذا اليوم أتدخل بهذا الشكل لأنها القاعدة المتقدمة للإسرائيلي وللأمريكي والاستخبارات الدولية في وسط سوريا تعتبر في وسط سوريا القصير ما نلعبه يعني الوسط ما أنت عم تتحدث على المنطقة الوسطى التي هي قلب سوريا قلب سوريا من خلاله كان يهدف هذا العدو وهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي اللي بدك يسميه إلى قلب معادلات كبرى لأنه هناك منطقة حساسة يخزن فيها قضايا كبيرة العلاقة بستراتيجيا العسكر العلاقة في محور المقاومة بشكل كبير بعدين لهالموهمين اللي بيقبلوا كل شوي إنه والله القضية هي أس 300 وضربوا وتسلم دفعوا ما دفع حبيبي المقاومة والصواريخ اللي بدأت ترسلها سوريا هي عند المقاومة صار لسنتين وثلاثة لكن هناك بعض المحادلين السياسيين الذين هم معنا يقولون بأن هذه المنظومة سوف تغير أس 300 هي من سوف تغير مو الموجود عنا أحسن من أس 300 فيه باللغة العسكرية فيه ناس ما لدي علاقة بهذا الموضوع أنا تقدر تحلل فيه اليوم في صاروخ ما اسمه أس 300 مثلا فعاليته أدت الأس 300 300 مرة ما له علاقة هذا الأمر ونحن عنا أس 600 القرار القرار هو أهم من أي تقنية في العالم وقتل بتكون موجودة كيفية استخدامها لدينا عقل وقائد قادر أن يأخذ بالوقت المناسب وأخذها وعملوا ووقع العالم في شغلة اليوم ما رح يقدروا يخلصوا منها معلشي هاي اللعبة الجديدة كاري أكبر من دماغه حتى ما رح يقدر يطلع منها هون بيذكرني الرئيس بشار الأسد الله يحفظه بالقائد الخالد المقدس روحه وسره حافظ الأسد عندما صارت أزمة سام اليوم الرئيس بشار الأسد عامل أزمة دولية عالمية في قضايا كبرى منها موضوع منظومة الأسلحة المتطورة في المنطقة وقرار فتح هاي الأسلحة قرار فتح جولان كان أمر كبير جدا هذا أمر يؤسس لمرحلة خطيرة جدا على هؤلاء فهموها لذلك قالوا لهؤلاء لصوص الداخل والقتل أنه أنتوا ما تقدروا تعملون نشي شافوا التركي أنت مبهدل شو قضيتك شو قادر تعمل أنت شو عقتلي لحد الآن والطردية تبعيته للتركي شو طلعت آخر شي دراسة روحي طيب لكن مشروحهم إلى حد لا مستمر في سوريا مع لشي نحن نقول أنهم خسروا في المشروع لكن هناك أمريكا وتركيا وإسرائيل والأردن وكثير من الدول لكن لكن على الأرض الإرهاب مستمر تمويل أصابات الإرهابية مستمر كثير من القضايا التي نتحدث عنها مستمرة أين الفشل بالمشروع؟ كيف؟ رح نعدل لك شو اللي يفشلوا فيه أولا تقسيم سوريا دفن إلى غير رجع هذا أحد الأهداف استراتيجية للعدوان على سوريا محاولات وضع سوريا في حالة طائفية لا تحمد عقباها فشل صح أولئك يا دكتورك؟ أكيد ثلاثة تقسيم الجيش وفرطه وتمزيقه فشل أم لا اللي راهن على أنه الجيش هو جيش بيواجه لمدة أيام أو لعشرات الأيام أو لأشهر تشف أنه الجيش لسه اليوم ما نبلش باستخدام تقنياته معلش إي هذا العالم بفعو نحن عنا مشكلة أساسية أستاذ عسين أنه نحن منا كتير متعمطين بجزورنا وبالإمكانيات اللي عنا رح نتعمق اليوم بالحوار نتعمق أبا بالدفع طيب تعليقك يا دكتور على أنه نحن إلى الآن صامدين بموضوع التقسيم بموضوع الطائفية بموضوع تقسيم الجيش بموضوع صمود سوريا بشكل عام الحقيقة صمود سوريا أذهل كل دول العالم الكل راهن على أشهر وربما على سنة مثل ما حدث في باقي الدول العربية الحقيقة صمود السوري له أسباب أولا المواطن السوري لا يحب الغوص في الطائفية ولا يحب أي مواطن سوري قتل أخيه السوري الثاني ولو اختلفوا بالرأي ثانيا الجيش العقائدي الذي تم تجهيزه وتربيته على مدى خمسين عاما هو الذي كان صمام الأمان في كل هذه المعادلة وهو الذي سيفشل المخططات لم تفشل بعد بدأت بالفشل وبدأت مرحلة الانهيار كما قال الدكتور ضرار مؤشر للخصير ليس فقط على انهيار هؤلاء المسلحين بل هو مؤشر على تصميم الدولة على انهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لكن هناك سؤال يطرح نتسه اليوم نحن مثل ما يقولون هنا أن هناك لا يوجد ترابط ما بين الدولة والمواطن لا يوجد ترابط ما بين الجيش والشعب السوري إذا لم يكن هناك ترابط كيف استطاع اليوم الجيش العربي السوري أن يصمد ويحقق الانتصار والصمود والتقدم على عكس الطرف الآخر هذه أمنياتهم الحقيقة في بعض مناطق الخارج السيطرة لا يوجد تواصل أو ترابط لكن المقيمين هناك أغلبهم وطنيون وينتظرون دخول الجيش ليقوموا بمساعدته والعودة إلى أملاكهم التي شردتهم منها العصابات الإرهابية وأنا واحد من هؤلاء وأشعر أن الوقت قد أزف أو حان أو اقترب لعودة كل إنسان إلى بلده وبيته الذي تركه بفعل إرهاب هؤلاء إن شاء الله سوف يعود كل مواطني سوريا داخل أراضي العربية الجمهورية العربية السورية بعد أن يتم القضاء على كل العصابات الإرهابية المسلحة دكتور أود أن أسألك هل تتفق مع من يقول بأن إنهاء معركة القصير سوف يعجل بعقد مؤتمر جنيف 2؟ حلا قضية إنهاء عملية القصير قضية شائكة جدا ولكن هل هي ستعجل في عقد مؤتمر؟ أنا بقول لك ما بس بتعجل أصلاً اللي عم يدعي هؤلاء والأفريقاء في الغرب إلى مثل هذا وإلى التسرع في موضوع التفاوض هو أحد هذه النقاط الأساسية في موضوع العمل العسكري النوعي من قبل الجيش العربي السوري في الميدان تفاوض بين من ومن؟ الروسي والأمريكي؟ ما بس حتى على كل الأصعيدي والإيراني وكل الدول التي تعاطى في موضوع الأزمة في سوريا حتى دول خليج تلك أنه أنتوا شو قادرين تحققوا؟ إذا كل كتلتكم الاستخباراتية والمالية والمعلوماتية واللوجستية لم تستطع التقدم في سوريا يا أخي هناك فشل زريع في سوريا لهؤلاء معلش نحن ندفع سمن أنا أقول لك نحن عم ندفع سمن كبير ولكن أنت بقدرك اليوم تدفع هذا السمن ولكن أنت عم تشكل ملحمة تاريخية سيكتب عنها لمئات سنين للأمام سوريا تضع مداميك اللعبة الجديدة في المنطقة في أيديها في أيدي شعبها وجنودها وجيشها وصبر مواطنينها هي شغلة ما نلعبه؟ أنت أمام قلة عملوا هاي الإشكالية بالتآمر مع المجتمع الدولي وكانوا أدوات له ولكن اليوم اللي بعد سنتين وأربعة شهور أو ثلاثة شهور شو اللي بقي من باقي الأهداف اللي طريح؟ طيب اليوم كانوا يقولوا لك ما بدنا الرئيس بشار الأسد العملية بدنا ياها تسير بدونه طيب كيف التناقض وقت اللي بيقولوا من دون الرئيس بشار الأسد بيرجع بيقولوا يجب على حكومة الرئيس بشار الأسد والرئيس الأسد أن يحضر جينيف 2 من يقول ذلك؟ أن الأمريكيين والفرنساويين اليوم كيري رجع نفس الموضوع القليل هذا التلاعب بالكلام شو بيفيد؟ بدي جوهر القضية هلأ نحن جينيف 2 اليوم نحن قلنا لهم لن نحضر جينيف 2 إلا بعد أن نفهم ما هي المرتكزات الأساسية لمثل هذا الاتفاق ما هي النقاط؟ من هو الذي سيحضر؟ هناك من عم يوهم الناس في الشارع وبيشيع عبر وسائل الإرهاب الفكري بشكل دائم إذا اعتماد عليه أنه اليوم الكلام أنه بدي يجوا ما يسمى القتلى والمجرمين لأنه في بعض وسائل الإعلام بيسموهم جيش أنا ما بفهم في جيش إلا الجيش العربي السوري بس فقط وما عندي تسمي لهؤلاء إذا بدي أقول كلمة عليهم رح تكون كثير كبيرة لذلك هو الخوانة نتكلم عن عصابات تلاف الدوحة والمجلس إسطنبول وغيرها هل سزجه هل تفين؟ هل هن لا يمكن إطلاق عليهم أكتر من أنه هن عملاء صغار؟ في رجل الأمريكي ولك يا عيب الشوم عليكم ولك أنتوا أسوأ من عليها في هذا الوجود سيكتب التاريخ ببصمات من زفت عن أنكم أنتوا مرأتوا في هذه الحياة وكنتوا سوريين السوري لا ما بيقبل في حياته قتل بريء السوري لا يقبل في حياته تمزيق هذه الدولة وضرب كل مرتكزاته خدمة لإسرائيل وخدمة لكل هذا المشروع الغربي وخدمة لجلالة ملك قطر وغيره والتركي بعضهم عمي طالب اليوم بدخول الجيش التركي من تحرير الأقصار يا سيدي هن عمي طالبوا بهيك مايك طيب نحن مننا نقول لهن عمي طالبوا ومنهم هولي بعضهم بعض الأقزام تبع اللي بيسموا حالهم مشايق في لبنان مثل الأسير وغيره والقطريين وغيرهم أنه بدي يدخلوا أنا بقلك أنا أتحدى أن يتجرأ أحد من هؤلاء لك إذا هون ميليشيا تبعيتهم بيقبل الأرض اليوم من نهارين عندهم نهيار روح أقراف في الكتب كل اليوم واللي بيرسلوها من مكان لآخر وقراف شفرات اللي بيبعثوها كل الليل ونار لك أكتر من أنه ملف كيميائي عم يحاولوا يستخدموه داخل سوريا ولك حتى النفايات تبع غاز العصاب والقنابل تبع غاز العصاب موجودة ونحن عنا أدلة في الحكومة السورية على مثل هذه القضايا ومراسلات فيما بينهم ودردشة وسأتيك بالتصوير بالصوت والصورة عن ما يدفن في قرب الحدود العراقية السورية من مواد كيميائية ولك استحوا على حالكم عيد ولك هي المواد عب تقتل ابنك وطفلك قبل بالتسرب الإشاعي اللي بيطلع منها أنت عب تطمره في منطقتك يعني عب تقتل حالك قبل غيرك ما يجب أن تعمل معه الدولة مع حدا شخص الدولة بدأت تتعامل مع هؤلاء في السحق وبالإحالة للملفات الرسمية اللي ما بيستسلم أنا بقلك هلا بيستسلموا بالآلاف وبعد شوية رح ترأيهم بعشرات الآلاف حتى من منهم غير سوريون لأنه فهموا أنه رموا فيهم وارتموا وتركوهم على قوارع الطريق ولن يستفيدوا شيء لذلك معرقة القصير مصيرية في تحديد اللعبة الاستخباراتية الدولية على صعيد سوريا والمنطقة تطلن على تفصيل الملف الذي بين يديك يعني هناك الكلام مهم أكيد يعني هذا الموضوع خليني إلك في مراسلة التقطت عند أركان الدولة قام شخص بإرسال إلى أحد مكان التخزين ولم يذكر كما هي هذه المواد موجودة في أحد المغازين هي غاز القردل السنائي بأنواعه هو السلاسي تبه سومان تومان سيرين في فكس وهي صالحة للتحميل على قزائف الهاوين 18 ملي ومية وعشرين ملي وعلى القزائف المدفعية مية واثنين وثلاثين ومية واثنين وثلاثين ملي تاني كمان ولرؤوس حربية فوارد سبعة زائد أربطات جزء منها زو صلاحية والجزء الثاني منها منتهي والجزء الآخر ما زال ضمن صلاحياته هلأ قادرين عن استخدامه هي ملفات خطرة اليوم أنتوا عابتقولوا كمجتمع دولي أنه أنتكم بدكم ضمانة أنه وين الأسلحة الكيميائية وغيرها بالأسلحة الكيميائية أنتوا عابتوا وردوها بدك تتخلصوا من أسلحة قديمة عابتبعتوها على سوريا وهذا فهو مضموء مدفون في الرمال أي مدفون بالرمال في قرب المنطقة الصحراوية الواقعة بين الحدود السورية العراقية عند أحد العشائر المشتركة بين سوريا والعراق وأنا عندي تفصيل كامل بس أنا بعدك بحلقة أنا اليوم بفتكر أنه ما كان معي كيف الحلقة مرتبة أنه دكتورنا معنا لما ناخد الوقت كلهم هذا أنا ما معي بس أنا مبكر لأنه كان عندنا سيديات ممكن نعرضها تعرف كيف كان رح يكون هذا أول مرة رح يطلع في الإثبات والدليل للمجتمع الدولي وللعالم أننا نمتلك كثير من الحقائق وهذا أول الغيس طبعا هذا سوف نخصص له جزء كبير في حلقة قادمة إن شاء الله من أجل أن نتحدث عن تفاصيله الأسلحة ليست فقط الكيميائية هناك غاز الخردل هذا المجتمع محرم دوليا بإمكانك تطلع عليها هيار بالتفاصيل بإمكانك تفصلها حط شرف الزملاء خليها عندك دكتور بس يقربون الكاميرا عليها يعني خليني أخذ تعليق دكتور يوسفي دكتور أنت عضو مجلس الشعب بالتأكيد لديك كثير من الكلام نجب أن نتحدث به بهذه النقطة هذا الكلام خطير ليس كلام سهل يتحدثون عن أسلحة كيميائية تستخدمها الدولة السورية وهناك بعض الأدلة التي الدكتور جمه خذ زوم حوته شوفه أنا مسؤول عن هذا الكلام طيب تطلعنا عليها رأيك متى كان هؤلاء يلتزمون بالقواعد الدولية يعني اللي ما التزم بشيء في الدنيا اسمه قاعدة إنسانية أو قانون دولي إنساني بده يلتزم بهالشارة الوقت بده يضايق ويصير ضغط عليه كتير من القوات السورية بده يستعمل أي سلاح عنده ميت ميت أنا كنت بحلب لما استعملوا في خان العسر وبعد تقرير منظمة الصحة العالمية إنه هذا غاز سارين كان هناك تجاوب مع تقرير طليع بعدين إنه غاز الكرور أنا سلمته لأليزابيط هوف منذوب الصحة العالمية هذا الغاز سارين بسوريا من ضمن الغازات من ضمن الغازات أقل واحد في بعثة سرية إجت على سوريا من المخابرات البريطانية وأكد إنه في مناطق استعمل فيها غاز سارين ومن قبل المسلحين وليس من قبل الجيش العربي السوري بذلك مبدل تحقيق بس إلى حد الآن عم يتهموا الدولة السورية يعني ما الذي تغير لجنة الأمم المتحدة التي عينت من الأمم المتحدة تقول بأن الدولة السورية عفوا المعارضة السورية المسلحين السوريين هم من استخدموا ذلك وأمريكا ترمي الملف وتقول لا الدولة السورية من استخدمت هذا الشيء تقول ما تشاء نحن نثبت قوتنا وجدراتنا وحضورنا على الأرض وبعد ذلك ستجوهم جميعا يقفون معنا معلشي هاي من منبر الإخبارية الدولة نحن قادرين قادرين أن نقدم المعلومات للجنة بالأمم المتعدة نزيها ومحايدة وأن نضع بين أيديها حقائق ويجوا يتفضل هاي المجتمع الدولي إلنا ليه ما تفضلوا شرفوا بعد ما أنهم تفضلوا طيب الناس اليوم هناك بعض الكلام بأنهم دخلوا العراق على كذبة أسلحة الدمار الشامل هذا الملف اليوم هل سوف يعيد نفسه هل سوف يكرر يحاولون أن يسيئوا بأي شكل من أشكال من أجل أن يؤثروا عن نفسية المواطن السوري بدرجة الأولى وبالدرجة الثانية يحاولون حتى التأثير على الرأي العام العالمي قصدك تدخل في سوريا؟ نعم عن طريق الكذبة الكيميائية لا أظن ذلك لا أظن ذلك لا أظن أنها وصلت إلى هذا الحد مع أن التأمر كبير على سوريا ولكن سوريا لديها حلفاء وأصدقاء ليس كما كان الوضع أيام اجتياح العراق الوضع اختلف الآن وهناك معادلة دولية جديدة ترجع على الأرض بخيادة روسيا والصين وهؤلاء لهم وزنهم ولو استعملوا أوزانهم في حرب العراق لما حدث العراق ما حدث طيب خلينا أرجع الموضوع المؤتمر الدولي والتأكير ووضع الميداني عليه هل تتفق أنت مع أن الوضع الميداني هو من يحكم عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا أو تسريع أو تأخير عقد أي مؤتمر أو أي جلسة طارئة بخصوص سوريا يعني عندما تم حصار القصير من قبل قواتنا المسلحة قبل أن يدخلوا إليها شاهدنا الدنيا لم تقم ولم تقعد ما شاء الله كل يتحدث اليوم أن هناك يجب أن يتم حل في سوريا تدخل في سوريا غيرها من الكلام طبعا هي ورقة مؤثرة إلى حد ما ولكنه قرار دولي أي فريق ذاهب إلى مؤتمر يحاول أن يحقق بعض الإنجازات كي يذهب بأوراق يعني تخدمه نوعا ما في المؤتمر المزمع عقده يصبحون على المؤتمر جينيف تنين وبنفس الوقت يضعون العراقين لهذا المؤتمر لأنهم لا يريدون الحل كاذبون يريدون استمرار الوضع على ما هو عليه لبلوغ أقصى درجة من التدمير لهذا البلد الحبيب طيب إذا هم كاذبون هل سوف يعقد المؤتمر أم لا؟ أنا لحد الآن أشك في نية صادقة من الحكومة السورية في الذهاب إلى المؤتمر وتسربت بعض المعلومات عن تسمية أعضاء الوفد المشارك في المؤتمر نفسي يوم زر الأنمي خصوص هذا الموضوع طبعا نفسي لأن التسريبات ليست رسمية ولكن طلب إلى المعارضة أن توحد صفوفها كي تذهب إلى المؤتمر السؤال الآخر الذي يطرح نفسه نفترض أن المؤتمر سوف يعقده وسوف يذهب وفد حكومي سوري خليني أنقل هذا السؤال للدكتور جمه باعتبار أنه لديك خبرة بالمجال السياسي سوف أعود التعقيب على نفس الموضوع هل نرضى أن نجلس مع أولئك الذين قاموا بسفك الدم السوري أولئك الذين يطالبون بتدخل الناتو أولئك الذين يدافعون عن جبهة النصرة مع من سوف نجلس في مؤتمر جينيف أولا لكي لا يذهب البعض بفكره بعيدا فكرة نيساق جينيف في الأساس رقم واحد هي الذي طرحه الرئيس بشار الأسد في برنامج السياسي يتعرف كيف ليس فقط في البرنامج السياسي هناك من صاغ هذا الموضوع والسيد الرئيس حط بعض النقاط واعتمدوا عليه وكتب في جينيف واحد ما إن أدركوا في ذلك الوقت أنه يجب الاستمرار في اللعبة لإضعاف سوريا أكثر للحصول على مكاسب أكثر فإذا نحن قلنا منذ البداية أنها ليست ورقة جينيف ليست ورقة هناك ميساق يسمى ميساق جينيف أي قانون يعني شي مكتوب مثل أي دستور بالعالم هذا يستند إلى الشرعية الدولية في كل دول العالم يعني إلى المنطق العلمي السياسي في ترتيب بعض الأمور التي تكون تعرضت لها دول من أجل إنتاج تسوية هلأ اليوم حتى هذه اللحظة لليوم بتأكد كل المعلومات أنه لا يوجد قرار دولي في أنضاج التسوية في سوريا أبدا أبدا وماذا نصح أنا أتحدى هناك مناورات تقوم بها أمريكا من جهة من صالح لصالح إسرائيل لاستهلاك الوقت محاولة منها لكسب أوراق على الأرض لكي يحقق القتل شيء ما يفاوض على أساسه الأمريكي والإسرائيلي ودول الاعتلال العربي يعني أنت تشكك بعقد المؤتمر في الفترة المقبلة نعم نعم ولكن نحن من باب إلقاء الحجة والحكمة السياسية في التعاطي نحن أم الصباح لدينا المصلحة في أن نذهب إلى أي مؤتمر يحقن دماء السوريين ولكن أيضا على أساس شروط معينة هناك من يروج أنه لا في اتفاق ما بين جهة إلى علاقة بالتفاوض مع سوريا وبعض هؤلاء القتلة ورموز لهم أو من يدعمهم هناك من يروج أنه منافط لا سوى بدي يجي على رأس هذا كل هذا الكلام أنا بقلكم يا إخوان في سوريا لأهلي جميعا ما في جلوس مع القتلة انسوا لو ما بيضل واحد مننا قرار واضح ما بس واضح هذا موضوع منتهي ومحسوم وبدنا نقاتل لحتى آخر نقطة دم مننا يعني الشهداء اللي راحوا هو دماؤهم معلقة برقبتنا فإذا ما حدا يصور لكم أنه نحن تزاهبون للتفاوض مع قتلة أنه منزلس نحن وياهنا على طاولة وحدة أبدا لك مع من سوف نعم أنا بقلك الذي ارتضى لنفسه موقفا سياسيا معينا ما من أجل انضاج حياة سياسية ديمقراطية في سوريا يريد أن يأتي إلى الحوار أهلا وسهلا ولكن هؤلاء الذين سيجلسون على طاولة المفاوضات في مكان ما في أي ساعة كان ليسوا هم الذين يمثلون آلة القتل هو انتهوا هو ميليشيا ميليشيا عميلة لإسرائيل يعني توصيف لن يكون في أحسن الحالات أحسن من جماعة أن طوال لحد أو ساعة حداد في جنوب لبنان أو مثل أي مرتزقة في هذا الوجود يعني هؤلاء لكن أمريكا وحلفائها هي من تأتي بهؤلاء وتقول أنهم مثلين عن شعب السوري واعترفوا بهم في أكثر مكان من أجل أن يكونوا هلأ بدك تقل لي هالسخيف عبد الحميد دريس اللي عمل حاله قائد ولك أنت قائد على مين ولك يا تافه أنت ولا غيرك بكل هؤلاء هلأ هالإكرار على الموجودين فيه اللي يمفكرين حالكم عندكم شيء وخرج قتال لك أنت ولا شيء أنتوا حشرات عند المجتمع الدولي مصدقين حالكم أنه أمريكا بدت قاتل فيكم أمريكا استخدمتكم لحتى تكبكم في الأرض وانتهيتوا انتهيتوا منذ زمن بعيد وبكرة بالتسوية شو أنتوا اسمكم عند الأمريكي وعند الإسرائيلي عملاء له بالأرم العريض نحن نرى هذا يا أستاذ حسين من خلال جولاتنا وطلعاتنا بره وجوه يا أخي الوطنيون الذين يذهبون إلى القارج لديهم احترام خاص ومميز حتى بالذين يخالفونهم الرأي ويعملون ضدهم حتى طيب يعني عندما يذهب وزير خارجيتك وزير خارجية سوريا الناس بتنظر له أنه هذا ممثل للدولة السورية ممثل لشعبه غير أنه هو ذاك الآخر اللي بيروح مثل لقيط وبيعد بقوتيلات لخمس نجوم واحد تافه مين مكان وتحركوا من أمريكا كيف مكان فكيف بدك أنت تجي تقنعني وكيف أنا بدي يقبل أنا كدولة حيث نحن ساعتها منعمل ثورة على الدولة أنا بقلك أنا أول وعي بيطلع ضد الدولة طيب دكتور إذا هؤلاء الأشخاص نحن لم نجلس معهم من مع من سوف تجلس سوريا في مؤتمر جنيف من الجهة التي يجب أن تحاور مع من سوف نجلس أمريكا اليوم تقول يجب أن نواحد صفه في المعارضة السورية من هي المعارضة من هؤلاء الأشخاص الذين سوف نجلس معهم هناك سيناريو هان الأول الأول أن نجلس كالقرار الوطني الذي صدر من الدولة السورية مع المعارضة التي لم تشارك بسفك الدم السوري المعارضة الوطنية التي تطلب التغيير والإصلاح والمشاركة في الحكم ولكن لا تؤيد ما يجري من قتل ونهب وسطه الاحتمال الآخر السيناريو الآخر أن يجلس الوفد السوري مع الأوصياء على هؤلاء تقصد أمريكا ومريطانيا وفرسا يموّلونهم أقصد من كان مشرفا عليهم من أمراء الخليج والدول العربية والدول الغربية والكل ممكن بشكل غير مباشر هذا الكلام يحدث في المؤتمر وهؤلاء إذا ما الأوصياء قرروا ذلك سيلتزمون حتما إذن قطع عنهم الأمداد والمال والمال السيناريو الأول المعارضة التي تسميها معارضة وطنية معارضة لا ترضى بالتدخل هؤلاء الناس المفروض بهم أن يكونوا موجودين في الداخل السوري تمام؟ نعم طيب أمريكا لا تعترف بهؤلاء لا تعترف بهم؟ لا تعترف بالمعارضة التي موجودة في الداخل والتي تقول أنها معارضة وطنية والتي تتضيب أنا لا أخصر المعارضة في الداخل فقط ففي الخارج حتى في الخارج معارضة وطنية كمان لا تعترف في أمريكا يعني أمريكا تعترف بشكل واضح تعترف لك بإتلاف الدوحة ومجلس إسطنبول هل سمعت أنها تحدثت في يوم من الأيام أنها سوف تجلس إلى طرف آخر؟ هذا أفضل هؤلاء هم المشكلة المشكلة السياسية والإصلاحية تحل مع هؤلاء الوطنيين الوطنيين عفوا أما المشكلة المسلحة من سيحلها إذا لم تأخذ أمريكا قرار بمنع المجلس وطني أو إتلاف الدوحة عن تمويل وإنداد العصابات التي تسفى قدام السوري هؤلاء لهم أسياد إذا ما قرر أسيادهم شيئا سيلتزمونا حتما هذا كلام مطلق أم فقط مجرد كلام إعلامي؟ سيناريو من عندي هذا طيب إذا كانت أمريكا قررت هل سوف يسمع الليبي الأبغاني الشيشاني التونسي الموجود في سوريا؟ إذا لم يسمع فأمامه القبر طيب البعض يقول بأن مؤتمر جنيف إذا ما تم النقطة الأولى التي يتم تحدث عنها هي وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار مع من؟ أولاً بدنا نرجع شوي لموضوع من هنه اللي بيجلسوا على الطاولة نرجع الحوار لنوضح النقطة لأنه هي نقطة حساسية أول شيء المجلس اللي هو وطني ما أنه وطني يعني توصيفه واضح فإذا بده الأمريكي إنه والله هو كتير متشردق فيهم وحاببهم على سواد عيونهم وإلى آخر يظل هيك ناقعهم ويشرب ميتهم بشكل دائم هنه والإتلاف تبعاً ما يسمى إسطنبول وغيره كل هؤلاء العملاء ما إلوا النصيب في التسويه يا أخي هذا الوقت الضائع أنا بلعب فيه بالسياسة وغيري بلعب فيه الأمريكي بدي يلعب أهلا وسهلا نحن عم نلعب معه كمان هي لعبة مفتوحة وهذا فصل من فصول هالطامة الكبرى والصراع الكبير في المنطقة ما هي آخر الدنيا أنه يطلع 300-400 شخص من أمة طويلة عريضة في سوريا 25 مليون يطلعوا يدعوا تمثيل وهن ما في ولا واحد منهم ورا رجل واحد واحد حتى عوائلهم حتى لا عوائلهم ولا مرتهم واحد مرته بتبهدله شو بدك لك يا عمي عيب وبيختلفوا أنه كل ما أجاههم كم دولار كيف بدي يكونوا كمرتزقة لك يا حبيبي والله كلكم مكشوفة قصتكم لذلك في السورات الحقيقية هي موجودة في داخل الشعب السوري الشعب السوري سار بشكل حقيقي وكانت سورة الحرية الحقيقية في دحر هؤلاء القتلى والمجرمون من تلك الساحة وتفريغها وجعلها ساحة وطنية لمئات سنين هي سوريا وحقيقة سوريا والشعب السوري لذلك إذا في حدا من نجلس معه أنا بقول لك هن العقلاء في داخل تلك الأماكن اللي عامل تجمعات مثل هذا التاني معاقل خطيب طالع لك بشغلة قال إنه شو عمل عمل التشاور اللقاء التشاوري مع معمين عبتتشاور انت عشو عبتتشاور طينا انتو شو من تقصب بالعقلاء داخل التنظيمات خير في بعض العقلاء موجودين في كل زمان في كل مكان أنه يتحدثوا في لغة عرفانين شو عندهم عرفانين حجمهم عرفانين أنه هنالأذ بيعرفوا أنه الحجم السوري شو هو بيعرفوا أنه الدولة السورية قائمة بيعرفوا أنه حتى الآن لم يتجرأ أي أحد حتى تعليق عضوية جامعة تعليق عضوية الجامعة السورية بالجامعة العربية أمر ما له قيمة طيب الدول كلها حتى قطر هاللص ما قادر يسلم سفارة لن يتجرأ عليها لك يا عم منظروا بقوة شو بلدكم وشو مكتسباته وشو قيادته وإما كامل القوة في اللعبة تعرف قدي سورية كبيرة تعرف أنه هو صغر لذلك هؤلاء بعض العقلاء أقول إذا ما توافروا إذا طلوا عقلاء ما بعرف إذا الثاني ها عم إلا إذا طلوا ففي منهم هالبعض العقلاء يعني يخففوا لهجتهم شوي ويفهموا أنه إذا فيه شغل بدكن تشتغلوا أنا بعرف حجم واحد منهم على طريقة واحد بالزمان ما بدي سمي اسمه هو بيطلب وزير وهو بده بتعرف شو نائب مدير عام وحياتك هيك يعني شغلتهم شغلتهم كتير مرتبة حتى نحن بحاجة أستاذ عسين إذا من نطرح الموضوع بجدية لشعبنا أنا بيدعوه إلى عقد مؤتمر يعرف به ما هي المعارضة وما هي الموالات حتى الآن ما عنا تعريق طبعا تحدث السيد الرئيس الأخماري السورية بهذه النقطة وشرح من هو المعارض ومن هو المعارض الوطني واللاوطني وفي الداخل والخارج بس ما اتفقوا عليها لحد الآن سوريين سيد الرئيس عنده عنده رؤية واضحة وكاملة منذ بيات كيف نستطيع أستاذ أنت عضو مجل الشعب كيف نستطيع أن نفهم الناس ما معنى المعارضة ما معنى الموالات كيف تكون معارض كيف تكون إنسان وطني كيف تكون إنسان لاوطني يعني البعض من يحمل السلاح ويقتل المواطن السوري ويضرب الجيش العربي السوري هذا بالتأكيد لا يختلف عليه أحد هذا إنسان غير وطني كيف نوضح هذا المفهوم عبر لجان المجلس وعبر اللجان التي شكلتها الحكومة ولجان الأحزاب يعني هؤلاء يجب أن يعملوا على الأرض وهذا العمل يتطلع بالكثير من الوقت يعني المشكلة في سوريا ليست مشكلة سياسة ولا تسليح المشكلة باتت مشكلة تربية وأخلاق يعني لما تجد جيل كامل تخرب مخه هذا يحتاج إلى وقت كبير كي تبني له المفاهيم التي حدست عنها نحن يعني لكن واجبكم أن تقوموا واجبنا طبعا يجب أن نحارب الوقت نحارب الوضع كله يجب أن يكون مجلس الشعب خليط نحل على مدى 24 ساعة هو الآن خليط نحل ليس بعد متى إذن هذا القرار ليس قراري هو قرار مكتب المجلس عندما يريد أن يسبق خليط نحل فنحن كلنا عاملات في هذه الخلية طيب العقلاء الذين يتحدث عنهم الدكتور جمو هل هم متوفرون اليوم من هم العقلاء ما هي الأسس التي يجب أن يكون فيها عقلاء وهم الأرجح بحوارهم تفاوض معهم إذا تحدثنا بقصة مفاوضة تفاوض مع الأمريكي لا نتفاوض مع هؤلاء الأشخاص العقلاء لا شك موجودون ولكن هل لهم سيطرة على المسلح الذي على الأرض سؤال مهم أظن هذا المسلح يعني فاقد عقله لذلك العقلاء يحاولون الجهدهم أن يكونوا يعني موانين على هؤلاء المسلحين ولكن يفشلون في غالب الأحيان للأسف لو كان المسلحهم كلهم سوريون كان الموضوع أسهل ولكن دخول الغرباء صعب الأمر قليلا على هؤلاء العقلاء أحد الصحفة التونسية نقلت بأن جبهة النصر قد عدمت 21 تونسيا من جبهة النصر لأنهم خالفوا الأراء طيب المسلح هذا هو ما عميمون على حاله ما عميمون على حبه نحن كيف نتعامل مع هؤلاء الأرهابين هذه نقطة يعني ربما الكثير يعني اسمحوا لي فقط أتعمق بهذا السؤال الكثير اليوم من الناس تقول أن هؤلاء المسلحين إذا ما تم عقد مؤتمر دولي بخصوص سوريا هؤلاء الناس لا يمون أحد فيهم على بعضهم كيف سوف تقوم أمريكا بوقف الأمداد لهم كيف سوف تأثر على وضعهم السياسي هناك حكمة تقول أن الحديد بالحديد يفلح الجيش العربي السوري رأيك بكتور يعني أولا هالموضوع أدمه شائك معلوم أن هؤلاء هالتصوير الهائل لحجمهم وإنه كانوا حجم كبير ولكن بدك تعرف أن الجيش بعد سنتين وأربعة شهور سحق كثير منه لكن حدودي لحد لا مفتوحة يفوتوا من تركيا هذا قرار دولي هذا قرار دولي موضوع أصلا طبعا هذا ملف شائك بده حلقات لأنه كمان بدك تعرف كيف آلية الدخول الخروج وليه بعض المعابر تركت حتى الآن وشو فيه في السياسة الدولية وشو فيه ببعض المقارج بك تنتبه كتير بدقة لهذا بتحتاج لتفصيل ما هون المشكلة أنا أبأكد لك أنه عندما يكون هناك قرار دولي جدي في إيقابة نزيف الدم في سوريا ما مشكلة له بيتدبرهم الجيش والأجهزة الأمنية وهي قادرة على التعامل معهم بكل جدية وهذا موضوع مر أخطر منه علينا يا أخوان نحن وصلنا في مرحلة من المراحل كنا بثمانينات بيعرف الدكتور وعاشوا وديك المراحل أكتر مننا بثمانينات نحنا ما في عنا علبة محارم صمد الشعب السوري يا أخوان لك علبة سمنة كانت العالم يجوا يتصوروا مع جنبها أنا كنت هل توصل أحصل على علبة محارم علبة محارم علبة كابري يعني يعدوا يتصوروا مع جنبها اليوم الشعب السوري عنده إمكانيات هائلة هائلة بعد سنتين ونص الاقتصاد السوري شغلة رائعة جدا فلذلك هول قتلة هني أحجار وقود يعني وقود ما ممكن يعني أنا أجي يقدر عمل لهم هالحساب الضخم والقوي والقاتل المعلمينهم عم ينكسروا الأمريكي عم يتفرفك منخيره في الأرض من سنتين واربع شهور لحد الآن صح أنا عم بدفع تمن ولكن مدفع تمن للإسرائيلي ومجموعة الدول اللي تأمرت على سوريا والإسرائيل هلأ بل لك شو التمن عم تدفعه إسرائيل أول شي إسرائيل وضعت نفسه في بداية النهاية بإقدامه على عدوان على سوريا هذا كلام عطفي أم كلام لا فتحت باب جهنم لأ قل لك اللي هو تفصيل سياسي فتحت باب جهنم على حالة بأنه الرد كان صاعق من رئيس بشار الأسد تصور لو كان الرد بسيط أنه طلع قوة من عنها ضربت له صاروخين ثلاثة في أي مكان في فلسطين محتلة وانتهت القضية بينما صار القضية أشمل عممت عربيا إسلاميا دوليا طبعا ضرب من ضروب الخيال الإسرائيلي صاعق يا أستاذ حسين عندما رأى هذا القرار بعدين هون في شغل هم جدا يجب أن نعيها أن الذي كان يحاك إلى دمشق في ذلك الليل الأسود عندما غارت بعض الطائرات هذا كان مصمم له أن يكون مثل ليبيا أن يليه دخول إلى دمشق دخول إلى دمشق أولا وبلشوا يروجوا أن الرئيس بشار الأسد خرجت مواكب من القصر الجمهوري ولم يعد سلطات هناك من انقلب في العسكر هناك كذا أنه على أساس الصبح القضية ما في دمشق حتى قالت لوسائل الأعلام العدو الإسرائيلي بأن هناك فشل من قبل أصابات المسلحة بسيطر على دمشق وفشل كذا هم قادرين يسيطروا على حالهم إذا الدولة تركتهم بشوية مزارع وخانقتهم بشوية أماكن وبشوية محلات ومعليش لو في شوي نحنا يكون عنا بس ضمير يا أخوان الحياة هي موقف لذلك أنا بدعي هؤلاء القتلي والمسلحين للإسلام أرضوه أنه ترجعوا لكنف الدولة ضد بلدك ودولتك وشعبك أنك ترمية هي رجولة ودولة السورية حددت أنها سوى تكون معها وما زال المجال مفتوح يا أستاذ إلى الآن لا اليوم ولا بكرة ولا بعده لأنه الرئيس ألبه كبير والرجل لو ما قوي ما بيعمل خمس إعفاءات لازم الشعب السوري يفهمها خمس إعفاءات فهموا والرجل حاضر أن يقدم أكثر طيب إسرائيل هل خسرت بالفعل في هذه الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها سوريا ومحور المقاومة بشكل كامل بالرد على عدوانه الأخير هناك اليوم تصريحات من مسؤولين إسرائيليين يعني ربما الكثير من الناس تقول بأن إسرائيل سوف تفعل أمور أكثر سوف تقوم بالتمادي بالعدوان على سوريا لاحظنا أكثر من تصريح لأكثر من مسؤول إسرائيلي يتكلم بهذه النقطة يعني الحديث عن حرب جريدة سوف تفتح مع إسرائيل هل هذا الموضوع محتمل؟ هل إسرائيل خسرت بهذه النقطة؟ أم لا الموضوع فقط كلاب إعلامي؟ إسرائيل مرتاحة من من بعد حرب 73 والآن لما تخذ قرار فتح الجابة الجولان للمقاومين الشرفاء أكيد ستصاب بالحرج والإرباك هلها خسرت؟ طبعاً لأنها تسعى دائماً إلى التفاوض مع الجيران كما حدث في كام ديفيد مع مصر لترتاح من هذه الناحية هذه الناحية خسرتها في جبهة الجولان عندما اعتدت على دمشق في جمرايا وستخسر الكثير إذا بدأ المقاومون من العمليات داخل الجولان طيب قائد السلاح الجو الإسرائيلي اللواء أمير إيشيل طبعاً لإيش الإحتلال الإسرائيلي يقول من أن ممكن حدود حرب مفاجئة في هذه الفترة؟ هذا الكلام منطقي قادرون نحن على الحرب اليوم بفتح أكثر من جبهة؟ أعتقد ذلك وأعتقد أنها تهويلات إعلامية من إسرائيل لأنها تعرف أن فتح الجبهة مع سوريا أو حرب مفاجئة مع سوريا سيتفتح أبواب الجحيم عليها من قبل الأصدقاء هذا له تفصيل لا لك نفصله الإسرائيلي أدرك تماماً أنه الأمريكي هو في طور إخراج هذا الإسرائيلي من المعادلة لأنه أصبح خطير عليه ويتصرف كثير من القضايا التي تحرج الأمريكي وتضعه في مكان لا يحسد عليه لأنه اليوم ما عليك شيء أنه كل حرب عبتصير في المنطقة بدي يكون على رأس أولوياتها ما هي الأمن الإسرائيلي في المنطقة ماذا تريد إسرائيل من الاقتصاد ما هي حظوظة في النفط ما هي حظوظة في الغاز ما إلى آخرية ملفات شائكة جداً ليس لها مصنع حرب مدمرة للمنطقة ما إلى حرب وما بتقدر تعمل حرب لأنه اليوم أنا ببشرك أنه الساعتين الأولى أو الثلاثة الساعات السلاسة الأولى من أي حماقة إسرائيلية أكثر من خمسين بالمئة من هذا الكيان سيكون مدمر بالكامل ومن قواتنا الوطنية في سوريا فقط لا أتحدث من أي محور آخر فقط من الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني وأنا بدي ألكن اليوم أنه هناك عشرات الآلاف أصبح اليوم من الذين أقاموا وأنهوا تدريباتهم والتحقوا في الجبهات ومنها الجولان هي القضية مانا مسحة ما هي مناورة طيب شو تقصب بالحماقة دكتور؟ يعني الحماقة هل هي عدوان مشابهة اللي قامت به إسرائيل بضربها جوية؟ أنا أكد لك الإسرائيلي ما بقى بيقدر يعملها الشغلة نحن إذا ما كان لدينا هاجس من مثل هكذا قضية هي من تحالف غربي خطير يخدم مثل هكذا بنك أهداف في بعض الضربات من أجل الجلوس إلى طاولة مفاوضات تبعي يعني اليوم أنا وقت الدولة السورية بيكون عنده كل هذه الإمكانيات من موضوع السلاح وهي التقنية هي عم تحشد من أجل السلام كمان عم توقي شعبة أنه كلما أنت بتكون قوي كلما تجبر الآخر على أن يكون متوازن وما يلعب بالنار من هون من هاي المنطلق هذه مسئولية كبرى نحن ارتضيناها لنفسنا وأنا بقلك والله ما حدا مننا في سوريا ولا بالعالم العربي ولا الإسلامي وبعتقد كل واحد منكم بيشعر بعد الشعور إلا ما متمنى هذه اللحظة يا محلة هذه اللحظة يا محلة هذه اللحظة اللي إلا علاقة بالعزة والكرامة وبعودة فلسطين معلش نحن العالم كلف الشعب السوري كتير وأخذوا من دماغنا كتير وهو الأعراب والمتأسلمين أيضا عملوها ولكن نحن ومعركتنا الحقيقية اللي أعديناها لهذا الكيان هذا الكيان غدة سرطانية موجودة بداية نهاية مشروع الإسرائيلي أصبح قائم في المنطقة كل التباشير بتقول في ذلك وأنا بأكد لك أنه مثل ما كنا وكانوا يقولوننا أنه العين ما بتقاوم المخرز يا أخي ما بتقدر تتحرل إسرائيلي بجنوب لبنان المقاتلين المقاومين الشرفاء دحروا هذا الإسرائيلي وكسروا دماغه وقتت نيوجيرسي وقتت كل الأساطيل في 82 وهزم القائد الخالد المقدس يروحه وحافظ الأسد في بيروت يعني ضرب ضربه قاتله وهربه طيب هلأ اليوم وين الكرة؟ إذا في 82 كنا هيك هي الكرة اليوم خطرة نحن سنصلي في القدس لكن البعض يقول بأن هذا الكلام البعض يقول بأن هذا الكلام في هذه المرحلة صعب تطبيقك يعني لدينا أكثر من جبه مفتوح على كامل حدود سوريا طيب إذا هذا إذا هذا هيك مثل ما الناس متصورة بتكون غلطاني لا أقول لك ليه لأنه اليوم الدولة عيونها في كل مكان ومع لشي نحن تأقلمنا واستفدنا من موضوع هي الحرب في سوريا الداخلية بشكل كبير أنت بتعرف إمكانية الجيش وقت اللي بتشهد دول غربية وصحف دولية أنه يا أخي هذا الجيش صاحب عقيدة كبرى وأننا غير قادرين على تفكيك هذا الجيش وأنه هذا الجيش كان صخرة غير اعتيادية صعب تجاوزها يا أخي ما أنا عم أقول هذا الكلام ماذا ععداءك لك ليه ما بتأمنوا ليه الناس ما بتأمن بهذا الكلام طيب عال ما عم تشوفوا إنجازات الجيش قدامكم ما عم تشوفوا الهيبة والهالة اللي بسطة الجيش في كل الأماكن في سوريا بخلاف بعض المناطق اللي هي مانا أولوية بالنسبة للجيش في ظل هذا الصراع طيب شو الحل الحل إنه بتقعدوا بدك تستسلموا لأفكاركن الحل أنا برأيي إنه نتحرك كلنا عيب ما بقى أي وقت نحنا نقعد بس نطلع في الإعلام ونحكي وقت تنزلوا تشتغلوا على الأرض كلنا من نشتغل لذلك حتى حبيبنا مثل ما قال إنه إذا المجلس بيتحرك وبيعمل خلية لا لازم يعمل خلية مننا نتفضل كل ياتنا ينزلوا أعضاء مجلس الشعب على المدن عمدنهم ما بقى أننا نقعد بالشعب نعم بأي شكل مننا ننزل على المدن ونقاوم مونيك مع شعبنا من أمن طرقاتنا خلية منلاقي حلهم كيف مكان المهم لازم كلنا نشتغل هل خلية تبع مجلس مننا نحاول إذا في شنا نص مصيبة بس خلينا نحاول نعم خلينا كل ياتنا نعود لأماكننا ونستنفر من مناطقنا ولازم كلنا في الأساس ما نخرج ما نخرج لأنه اليوم عندما يحصل احتلال لمنطقة معينة أو القتلة بيجوا بيعملوا نصر معين وهمي وأنا ما بكون أنا يعني بأسف أنه أنا ما أسقط على أبواب مدينتي لا لازم أسقط مثل مثل أنا التعاون يجب أن يكون مع جيش العربي السوري من أجل يسهل هذه المساعدة كلنا لازم يكون لذلك هي المعادلة أستاذ حسين معادلة كبرى وأساسية طيب الإسرائيلي اليوم هل هو يريد أن يعقد الحل السياسي في سوريا أم لا ما يحدث هو أكثر فرحا به يعني لا يوجد شيء يهمه اليوم أكثر من محاولات تدمير سوريا دولة وجيشن وشعبا أيضا أجل أن تاريخ اليهود معروف من زمان يعني لو لو صرحوا فهم يصرحون بعكس ما يضميرون لا هم اليوم يقولك أنا مع أسقاط الدولة السورية من يومين كانوا شو عبي يقولوا شو عبي يقولوا إن استطاع وعبي يقولوا كانوا ممننينك أنه نحن بدنا يد النظام لأنه أحسننا من غير نظام وبنفس اللقاء تتهم المعارضة تتهم الدولة السورية بأن إسرائيل تقف معها لكن نتنياهو تكلم بشكل صريح الخبر الذي نشرته صحيفة تيمزي البريطانية بأن إسرائيل ترغب ببقاء النظام السوري طلع نتنياهو كذب الخبر الناطق بس من جيش الاحتلال كذب الخبر أيضا بالعكس ينفرحون اليوم نتنياهو يكره كل شيء يتعلق بالعربة والإسلام فكيف لا يكره سوريا؟ طيب ما الذي تريده إسرائيل اليوم من سوريا؟ نعم ما الذي تريده إسرائيل اليوم من سوريا؟ تريد من سوريا كانتونات صغيرة طائفية تستطيع أن تدخل وتخرج متى تشاء وأظن أن هذا صعب التحق طيب هل لديها القدرة على التأثير على أي حل سياسي سوف يُعقد داخل أرواق الدول الكبرى بين روسيا وأمريكا؟ من خلال الدول الكبرى ممكن تمرر بعض المخترحات ولكن مباشر لا أظن ذلك وهذا ما لاحظناه بزيارة نتنياهو إلى روسيا التي فشلت بكل الاحتمالات والتقديرات نعم طيب ما الذي سوف تفعله إسرائيل إذا ما تم الاتفاق سياسيا حول سوريا؟ يعني ما الذي أبعد نقطة يمكن أن تذهب إليها؟ إسرائيل؟ نعم أظن أن من مصلحتها أن تستمر انتفاقية السلام وفاصل القوات وليس من مصلحتها الحرب حاليا لأنها ستؤجج المنطقة وستكون وبالا على إسرائيل لكن فاصل القوات يوم اخترقته لم تخترق قوات إسرائيل على الأرض اخترقه المسلحون الذين اختطفوا قوات الدولية أما إسرائيل من بعيد ولم تستطع تحقيق أهدافها أول أمس دخلت عربة إسرائيلية إلى داخل أرض المحررة لم تستطع تحقيق أهدافها انتبهها ودمرت دمرت ولم تستطع تحقيق أهدافها يعني كان في خدعة ولا أصيب أحد هونيك نحن اللي أصبناه في كل مكان لا يوجد فيه قوات دولية هلأ بكل الأحوال هذا الموقف إذا هيك في مسئولية دولية أنت إذا عبت تسأل عن السؤال شو بدأ إسرائيل أنا بعرف شو بدأ شو بدأ ضمان أمنى لأقل وقت لأنه بابعك هاي الحلم تبع أيام زمان سنوات عديدة لأدام حديد وقت بطل مالذي سوف يقدمه بالتقصيد مالذي سوف يقدمه أمريكا روسيا من بدأ ضمانات من تلك الدول أنه تعوى حكومة سوريا يا أخي لا أقولي حال الرئيس بشار الأسد تعاملنا معه في كل الملفات ما عم نقدر نلويل ودراعه طيب شو الحل الحل بدأ إجوا يتفاهموا شو الحل خير لأقل لك شغلة أنه خلوا شي الرئيس الأسد حاولوا أنه يغتلوا كذا مرة وفشلوا وبيعرفوا أنه لا سمح الله مثل هكذا حماقة وحاولوا يعملوا بدي فجروا العالم أكتر منه أكتر منيك يستيريا وفشلوا طيب ومرات عدة بالتفاوض ما بيمشي الحال في كسر سوريا على كل الأصعي دي تحويلها لكانتونات قلت لك كله انتهى طيب شو الحل بالآخر أنت الفكرة شو الحل الحل ما بي إلا بييرضخوا الحل الوحيد أمامهم الرضوخ قرار دولي مستمرار عملية فصل القوات والسلام المؤقت لأطول وقت ممكن وهذا من مصلحة لكن نحن نتحدث عن المسألة أكبر من ذلك اليوم هناك خرق لكل قواعد الاشتباك ما بين سوريا وإسرائيل طبعا من خبل العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا ونحن لدينا الحق والشرعية الدولية تعطينا حق تماما في المقاومة لأنه ما نجميلة من حدا والرئيس الأسد عندما يفتح باب المقاومة هذا حقنا الشرق لنا ولكل مقاومة ولا نعطيهم في المساء في أي يوم من الأيام ضمان أمن وسلام ما فينا بقى نعطيهم ضمان وعمل الأمن والضمان والسلام أنا بقول لك كيف بيكونوا بإعادة الجولان كاملا دون نقطة حب حبة من طرابه ناخصة أو مي بيعرفة الإسرائيل بيعرفة القائد الخالد مرضي إلا بدي حط إجريه في بحيرة طبري قال لهم بدي يعودك بدي استرخي بديكون بحالة استرخاء هي عظمة الرجل اللي بوقتة ضمن لك لسياستك لهذه الأيام هي عظمة السياسة السورية في ذلك أسسلك لمرحلة ما حدا فيه يكسرك اليوم في محور حتى الروسي اليوم يخشى جدا لذلك بده دائما سوريا تكون قوية وهو خيفان ع حاله الروسي تحالف دولي طويل عريض الإيراني كل الدول سوريا لها رمزية كبرى بهذا الموضوع ولذلك هؤلاء لا يرون في الرئيس بشار الأسد إلا رجل بيقول معنى الكلمة لك شوفهم الهلع الحاصل بيجي الأمريكي بيسرب أنه الفاينينشيل تايمز أو نيوريك تايمز ما بعرف مين صحيفة هي أجرة استطلاع للرأي وطلع معنى أنه 75% إذا أجريت انتخابات بفوز الرئيس بشار الأسد اليوم شو يجل هذا الكلام؟ لا حقيقة هذا الأمر هي الـ CIA طيب الـ CIA أي جهاز المخابرات أنا بلعك جهاز المخابرات المركزية عندما ي لا الأمريكي بيؤمن في قضية استطلاعات ويؤمن في هذه الدراسات ويذهب بها عنده مراكز متخصصة بيجري دراسة سرية تتسرب فيما بعد أنه خيشوا الحل ما بيس في صراع داخل الإدارة الأمريكية وبين الأجنحة اللي هي صقور وحمائم أنه خي إذا نحن حتى الآن سنتين وثلاث أربع شهور ما قادرين نعمل مع الرئيس بشار الأسد ولا نقطة تقدم لا معه لا مع شعبه ولا مع جيشه ولا مع كل الإلفة طيب راهننا عن شقاقات ما عندهم شقاقات طلع بعض التافين اللي ما عندهم شي بعض المرتزقة اللي هن مزرعين يمكن يكونوا من زمان كمان طيب النالو صار يقول عال خلي الدنيا تغرب البعض يعني ما سئل إن شاء الله يروح مين ما يروح الرجل ما سئل يعني ما عندهم شي ما أرهبوا شي منهم حاولنا في كل قوتنا بالزروة طيب اليوم ما عليه شي هالدخول لهو القتلي وهلأ هون بهي المناسبة على فكرة هنالك من يقول لي بعض الأحيان قال في بعض اللقاءات عبتكون سأفة كفيف إنه إن شاء الله خايفان لأنهم هددينك أو لأنهم خطفوا لأخيك أو لأنهم ضربوا لأخيك أو ليكوا إذا ما بيضل ولا واحي من عيلك هاي قدام كل أم تلاقي إله إلا الله وبستشهد من عبكرة الصباح ما سئل على كلها الكلام ولب حياتنا فكرنا بيدا الكلام كل السوريين هيك ما أنا كل السوريين صدقني اليوم أم استشهد ابنه اليوم تعرف شو كانت أول ما بلشت جهز وقفت ابنه قالت له ابني جهز حالك لا تروح تستشهد بعض غيات هو السوريين يا حبيبي ويوم أمس عرضنا على شاشة الإخبارية هو السوريون ضباط جيش عربي السوري وقاتل ابنه معه وكذلك أحد أبناء الآخرين مستشهد وانتبه أكتر من هيك طيب ليك المفارقة بين هالأم اللي عم تجهز ابنه الثاني للاستشهاد وما بين هؤلاء القتلى اللي عم يروحوا يضربوا الرادارات اللي هي عيون السوريين رادارات الطيران طيب هاي الرادارات عم تشوف المسلحين في الأرض ولا بتشوف الطيران الإسرائيلي قلولي مين عم تشوف انتوا لمن عم تشتغلوا قلوك أصبحتهم مكشوفين واجب جهادي علينا جميعا وأخلاقي وإنساني أن لا نتلهى في صغائر الأمور ونقعد بس نتبروز إن كان بالإعلام أو بغيره كلنا من نتحول لساحات الجهاد وننزل نظل نقاتل لأو لحتى نستقصلهم تماما وأنا بأكد لك أنه أنت عم تسأل كذا مرة أنه هل تصل من فصول الصراع موضوع اللقصير بفيد في موضوع التسوية أنا أقول لك لا يمكن أن تتقدم التسوية في المنطقة إلا في سحق هؤلاء ولا يمكن أن تكون بعزة وكرامة سوريا إلا بهذا النهج المتبع اليوم نهجه للرئيس بشارس طيب حتى أختم هالموضوع في نقطة ذكرناها بس ما تعمقنا فيه لماذا تسرى بالسي اي اي هذا الاستطلاع لنيو يوك تايمز والصحف البقية الأخرى لتقول لحلفاء لأنه في توصية سرية صدرت من أشهر من ست شهور تماماً تتضمن على الشكل التالي الخروج من منطقة الشرق الأوسط وتحديداً من سوريا هي قبيل انتخاب كيري أو تعيينه وزير الخارجية الخروج الآمن من الشرق الأوسط وخصوصاً من سوريا بسبب الملف المعقد الذي وقعنا به والذي لم نحصل به على شيء واحد اتنين إعادة الاعتبار إلى الدبلوماسية الأمريكية بحيث خسرت جداً في كل الدول وفي مقدمة الدول الكبرى والصناعية كالصين اللي بتنتج لنا ستين بالمئة من بضائعنا الأمريكي يقول هذا ثلاثة يقول طردية هؤلاء المتعاونين معنا بحيث انه من خيفهم انه مصيرهم مجهول والعمل على تأمينهم نفسياً هي وسيقة خطرة جداً هي كمان بدي حلقة إذا بتجيبه وبتطلع قدين أمريكي بيقدر يشتغل على هؤلاء الناس بتطلع قدين إحنا هو عنا سزج لذلك عبيقول لحلفائه الجواب المباشر عبيقول للتركي يقول للأردني للإسرائيلي لمنظومة الدول أوروبا انه أخي نحنا طيب شو الحل إذا هذا رجل قائد بهذا الحجم وكبير بهذا الحجم وممسك بهذا الحجم انه أنا شو بقدر بساوي هيك عبيقله انه شو بقدر ساوي استخدمت كل قوتي جبت الأعراب اللي أنت وقلتوا بمالهم تقدروا تسقطوا سوريا وبتسقطوا الرئيس بس شار الأسر طيب ما طلع معي شي شو الحل هالاستطلاع يمثل حقيقة ما هو في سوريا تصرف واشتغلوا على أساسه كيف ترى أمريكا نهاية الموضوع في سوريا يعني عندما نتحدث عن صمود لمدة عام من هذا الاستطلاع الرأي يقول أنه 75% من إذا حدثت انتخابات اليوم عم بحكم في عز الأزمة يعني طيب ماذا يعني هذا الاستطلاع ما الذي يمكن أن تريد أن تصله القيادة الأمريكية لأدواتها لا أسميها حلفاء في الحرب على سوريا تريد أن توصل أنها لم تغرر بهم أو تكذب عليهم عندما قالت الموضوع سينتي خلال أشهر تقول لهم أن الرئيس الأسد باقي وسوريا صامدة ونحن بقدر ما نكون أقوية بقدر ما نضمن مستقبل سوريا طيب أنا أنتهب من النصف الأول من البرنامج حتى أنهي موضوع مؤتمر جنيف والحل والكلام الذي يتم التداول عنه في وسائل الإعلام وحتى التأثير عليه سياسيا حتى على نفسية الشعب السوري برأيك هل سوف يعقد هذا المؤتمر وإذا عقد ما الذي سوف يمكن أن يحتويه ما الذي يمكن أن يقدم هذا المؤتمر بين جنيف الأول قانون جنيف الأول ست نقاط بعد نصف ساعة من توقيعه هيلالا كلونتون تحدثت كلام مخالف تماما على ما أتفق عليه نعم أظن أنه سيعقد لأنها إرادة الدول العظمى التي تلعب اللعبة الدولية الكبرى اللعبة الكونية وسيعقد ويتولد عنه شرق أوسط جديد كما تريد سوريا وليس كما أرادوهم حتى وإن خالفت أمريكا كل المواثيقة التي تؤمن بها استراتيجيتها الخارجية والداخلية وضمان سلامتها حسب ما تدعي 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 ما تشاء المهم نحن أصحاب القرار وليس أمريكا نحن من نصنع القرار الأمريكي بقواتنا ووحدتنا وتماسكنا طيب دكتور جمو يعني كمان في هذه النقطة حتى أنتقل ملف جنيف الثانيين هل سوف يعقد المؤتمر أنت تقول أنه يمكن فترة طويلة أولا أن يعقد في التاريخ الذي أعلن طيب نتجاوز قصة التاريخ ما الذي يمكن أن ينتج عن هذا المؤلم بالوقت الوقت الوقت ما مسعفهم أنه اليوم أنا بتفاجأ أنه اليوم الأمريكي صمم أنه بديعمل مؤتمر بيوم كذا شوي رجع الصراع أنه لا الوقت ما مناسب يعني فيه تقبض يعني اليوم وقت لأجت معركة القصير فرملت الموضوع فورا بلسوا ينتروا أنه نحن شو الإنجاز اللي ممكن حققه لذلك هؤلاء تداعوا واليوم القتل يعب يهبه لنصرة القصير وهو دي الجهاديين في لبنان مسمين حالهم مثل الأسير المأسور اللي ما له تركيبة دماغ بتاتا هذا شوه بني آدم وين الدول اللبنانية ما بتضبه أنه أنت بدك تطلع تحارب عنا في سوريا طيب بدنا نقص رسك إذا الله أراد يعني بك تفطس مثلك مثل غيرك أي أسير وأي بطيخ كل هالعلاك اللي أنتوا عبتعملوه في سوريا ما نمشي حلمكم سقط لذلك إذا معلمكم للأمريكي والإسرائيلي متدهور وأنتوا بعدكم القطر يعني إذا أمير قطر عبعت لك كم دولار كل الليل والنهار فكر حالك رجل أنه أنه نزو قوموا أنتوا والرافعي وما بعرف مين وكم واحد قالوا يطلعوا يقاتلوا في الإقصار نصرة للشعب السوري حبيبي لك لابدنا نصرتكم وأنتوا طول حياتكم هامش ورقم بسيط جدا عم يلعبوا فيكم هون ناس لذلك نحن نقول أنه هاي الموضوع أستاذنا إذا اليوم تفرمى موضوع الوقت هام جدا لأنه ما عندهم شي فوضوك عليه هاي اليوم شو بدي يجي يقولوا نحنا إذا عطاولت المفاوضات بدي يجي يفوضوك من موقف قوي أو ضعيف أكيد من موقف قوي موقف قوي لأنه أوراقك معك أوراقك معك إني شو بيعملوا أوراق ضدك خي مطلوب تعريب من الآخر الغاز وهذا الذي تحدثت عنه في الشهر الثالث وقالوا بداك الوقت الرجل طقع له أنه الحرب قيمة على سوريا وبيحكي بالغاز يا حبيبي هي واقع الأمر لو لا الغاز لا ما شاركت ططر من هذه ما هيك ما شاركت ططر ولا شاركت كثير من الدول في ذلك الوقت ما أحد أتحدث عن هيدا الملف وقالوا أنه الرجل جن طقع له وقالوا شو عبيحكي هذا الكلام ها واقع لك مليون ومئتين ألف عراقي يستشهد في العراق من أجل البترول شو عم تحكوا أنه يعني ما بنستفيد دائما ومنتطعز من التجارب إلا ما نظل نقع فيها ونجرب فيها نقع فيها ونجرب فيها لذلك إذا اليوم مؤتمر جينيف بدي يعقد بدي يعقد على الأسس والورقة العمل اللي تقدمنا بها نحن في رقم جينيف واحد طيب قمة أماما بوتين سوف تؤثر على عقد المؤتمر تأخيره وتقديمه سيتفقون على تأخيره ما الذي يجعلك تقول هذا؟ أنا بأثلك وبكرة بتشوف وإذا عقد سيعقد وسيخرج بدون مرمون يعني سيفشل سيفشل طيب أنتقل إلى ملف آخر اليوم في عمان التي ارتضت أن تكون أتكلم عن حكومة أردنية وأتكلم عن نظام أردن أتكلم عن شعب أردني ارتضت اليوم أن تستضيف عداء سوريا داخل مجالس داخل أروقتها وسمعنا البيانات المتتالية لوزراء الخارجي المشاركين بالعدوان على الشعب السوري ما الذي سوف يقدمه هذا المؤتمر الجديد؟ يعني اليوم الكلام نفسه كلام سمعناه خلال سنتين من الحرب على سوريا أولا كوني برلماني أحيي البرلمان الأردني على مواقفه الوطنية والشعب الأردني الوطني كذلك القومي بانتياز ما جرى في الأردن كما قلت عبارة عن عرقلة لمساعي عقد مؤتمر جينيف 2 ضمن هذا السياق والعمالة متأصلة في النظام الأردني لا أريد أن أفتح هذا الملف أداة حال البقية على الكل يعرف ذلك من حرب 73 لما الملك حسين رأى قابل قول دمائر وحاول يخبرها عن نية الحرب خبرها ما حاول خبرها ما فهمت على المهم خبرها مكتوبة بوثيقة ليس غريب ونتائجه ستكون كما كانت نتائج مؤتمرات أصدقاء سوريا في اسطنبول وفي الدوحة وفي المغرب وفرنسا وليام هاجي اليوم يناقض نفسه يقول أنه يريد الحال في سوريا ولكنه يريد رفع الحضر عن الأسلحة من أجل رسالها إلى المعارضة سوريا طيب هو يريد الانتهاء من هؤلاء المسلحين ضمن سوريا كي لا يعودوا إلى بلادهم ونصيبوا أنظمة تلك البلاد الصداع يعني برأيك هذا المؤتمر الذي عقد اليوم للمتآمرين على سوريا لن يقدم أي شيء جديد أبدا ولن يؤخر أيضا كسابقاتهم طيب لماذا تعقد هذه المؤتمرات بين فترة وفترة إذا كانت لا تقدم شيء هذه عبارة عن طردية وتخدير أبدا المخدر مؤقت لعملاء الغرب يعني حتى لاحظنا عدد الزوال التي شاركت في هذه المؤتمرات منذ بدايتها تقل بدأت اليوم أصبحت على عدد أصابع اليد نعم وهذا يؤكد كلامي طيب دكتور جمو يعني اليوم الكلام في الأردن إعادة لما سبقه من أحداث إعادة لما سبقه المؤتمرات تصعيد من قبل الغرب بالكلام ولا أكثر من أقل يريدون أن تسليح المعارضة يريدون أن أعطاهم مساعدات غير فتاكي غير فتاكي يعني أجهزة التجسس التي تقتل السوريين غير فتاكي انتبه والصواريخ الإسرائيلية غير فتاكي والقناصات التي يبلغ ثمنها من 60 ألف دولار وطالع غير فتاكي كلهم منهم فتاك نحن شو عنا شي فتاك ما بيقدموننا نحن أقوى من هذه الأسلحة لذلك هي غير فتاكي لو ما أقوى لو ما أقوى ما كانوا ما كانوا وصلوا لهذه الحد بس ولكن عم بحكي عن الأردن إذا الأردن الأردن بكل الأحوال خرج من المعادلة وأبلغ من الإيراني بمضمور رسالة شديدة للهنجل شو هي الرسالة؟ الرسالة إذا بدك تكون متآمر على سوريا وهون معلش خلينا ننتبه ولازم يعرف شعبنا بالأردن اللي من حي إنه نحن القائد الخالد حافظ الأسد قدس الله روحه وسره أعطى الماء مقاسمة بيننا وبين هذا الشعب لما عطشوا لما عطشوا اليوم لليوم بيأخدوه نعم لذلك على هؤلاء في الأردن إذا كانوا يريدون تحمل مسئولية أنه ينتبهوا اللعب بالنار أمر خطير هذا ما أبلغه الإيراني وأخرجهم من المعادلة على الأساس لذلك كيف بدوا يرضوا الغرب كيف بدوا يرضوا هؤلاء القتلة كيف بدوا يرضوا معلمينهم لأنه بتعرف من يدفع هو اللي بيأمر فالأردني تاريخيا بيتفعوا له شوية مصاري من هون بينفز من هون شوية على كل أحوال هذه المؤتمرات لا تقدم ولا تؤخر في شيء لا تغني ولا تسمر من جوع لا عندهم حل ولا عندهم الرابط لو الحل والربط عندهم ما بتسمع كنت الأمريكي كل يوم هو الذي يتحدث عنهم في كل شيء هلأ قال لي وين بيلعين لألسنتهم كلهم مختفين خلاص قال لهم نختفوا هلأ مختفين إلا البعض منهم قالوا له عمال لقاء تشاوري لها طيب لماذا اليوم الأمريكي سحب البساط من التركي والقطري والسعودي أنه شو أدى له أكثر أنه التركي اليوم وقت كل هالعنجة هي اللي عاملة بيطلع معه آخر شيء بيروح بيعمل تفجير بالريحانية اللي ينال من سوريا اللي يتهم سوريا لا راح تأمك بموضوع التركي لكن تقول أن الإيراني أبلغ الأردني برسالة مفادها الذي تحدث به لكن أول أمس الأردن في تصريح رسمي يعلن رقبته في نشر صواريخ باتريوت ويؤكد استعداده لمواجهة أي تطور في سوريا هذا مانو تصعيد؟ على كل أحوال أنا بقول لك السبب الرئيسي في هذا التصعيد الأردن هو شيء مسلوخ من هاي المنطقة من فلسطين يعني كيان مهزوز دائما بيخاف على حاله بيخاف على العرش بيخاف على أي شيء كل بلد مجتزأ من بلد مسلوخ بتلاقيها واقع فلذلك إذا الأردني عم يصرح هذا التصريح أنا بقول لك ما راح تنشر أمريكا بطريوت بس تنشرت بتركيا معلش لأنه هاي المنطقة المطلوب النشر فيها واتفقوا كان لابد من نشر في مكان تركيا بيحلف الناتو إيه لابد أمريكا عضو في الحلف الناتو أساسي واحد شغلة تانية أنه المنطقة هي المنطقة الشمالية اللي هي بؤرة لفتح وتزويد كل هؤلاء القتلة من ذلك الجانب يعني من الشمال غير هذا الجانب حلم الأردن في إقامة تلك المنطقة فتس تحت أقدام الجيش عندما سحق هذه المنطقة وكانوا متأدمين على أساس أنه أني بدهم يقيموا المنطقة العازلة في درعة في جنوب درعة فاشل هذا الموضوع الأردني وين زاهب أنه تورط هذه الاستخبارات هالأذ بفيد أنت بتعتقد وأنا بعرف أنه صار لقاءات بين أجلسنا من فترة معينة وما بين بعض من هؤلاء في أجهزتها أيضا أفهموا كثير من الملفات أنه بلالكم اللعب بالنار لأنه كمان بالنتيجة السوري بيقدر يحرك وقت البدو عندهم لكن إلى الآن يلعبون بالنار وجود اليوم المؤتمر في عمان هذا رسالة أيضا إلى الشعب السوري إلى سوريا بدهم يرضوا الأخوان المسلمين لأنه حس الملك في الأردن أنه الأخوان المسلمين مسيطرين إلى حد بعيد وقد يجتازوا خطوط معينة هناك فكانت هذه الطامة لهم تتفق في هذه الكلمة حقيقة مش موضوع معلومات أنا أقول معلومات طبعا الأردن الذي يشرب من المياه السورية النظام الأردني لا يشرب إلا الماركات الأجنبية الفاخرة مياه معذنية لذلك تجد مواقفها إسرائيلية مواقفها وغير مواقف الشعب الأردني أظن أن طلب الباتريوت يعتبرونه مكسب في الأردن كسب سلاح مكسب ولكن فتح جفه مع سوريا الأردن اليوم يحاول بكلامهم بكلامهم يقول لك الباتريوت فزح سين الباتريوت دفاعي حتى إذا صار هجوم جوي أو صاروخي على الأردن وهذا مستبعد لأن سوريا بعمرها ما عملت اعتداء على دولة العربية بلد عربي ولا على أي شقيق أبدا ولا على أي جار أبدا مو بس شقيق وهذا مستبعد عبارة عن عميل صغير ولاعب صغير كنظام أقول لك شعب أو كدولة للموساد وللغرب ويحاول أن يكسب ويثبت وجوده بأي سمن يعني نحن نتحدث عن دول اليوم مؤتمرة ضد سوريا في الأردن تقول أنه لن يقدم أي جديد هو محاولة لعادة المؤتمرات السابقة اليوم الحديث بكثرة عن إيصال أسلحة إلى سوريا طيب الأسلحة موجودة من تحت الطاولة يتوصل من عامين وليس من يوم ويومين ما الرسالة التي وجهتها اليوم الدول المؤتمرة لروسيا أولا هذا الصراع وهذا الاشتباك الدولي على الأرض في سوريا ما بين روسيا من جهة واللوئات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى على الساحة السورية لا يخفى على أحد هو واضح المعالم وإن كان هناك اتفاق على بعض النقاط التي أفهم الأمريكي من الجانب الروسي ومن دول أخرى في العالم أننا أصبحنا في مرحلة لا يمكن تجاوزها عليك يعني الروسي كمش أوراق يجي يقوله الأمريكي أنه هي لازم تفهمها وأنا بعتقد الرسالة الأبلغ ستكون في هذا اللقاء أنه ما بقى في مجال أنه الروسي يكونوا بالعين لسينون أكثر من ذلك رغم كل تصريحات روسيا طبعا الروسي بدي يتحرك ما بقى عنده مجال الروسي سيتدخل بشكل أكبر من الذين تصوره في حال الأمريكي استمر في هذه السياسة أنه هذه السياسة تودي في العالم إلى مكان لا تحمد عقبة ما حدا من دول العالم بده هذا الموضوع الذي له مصلحة فيه أنا أقولك بكل صراحة الأمريكي الأمريكي لا أقولك ليه متخبط متخبط في موضوع الاقتصاد في عنده أزمات خطرة في الداخل عنده موضوع الإسلام السياسي والتطرف أصبح في أمريكا سائد لمكان ما في تفجيرات عفتحصل في أمريكا من فترة لأخرى هناك قضايا خطرة في الداخل عند المجتمع الأمريكي أصبح تعصف في تلك الولايات لذلك بده يخرج لأزمة أخرى يولع منطقة معينة لحتى يلفت الأنظار إلى ولا يروح يركب طرابيش اقتصادية كما عادته من بلد لآخر فإذن وبيع وسوق السلاح اليوم المستفيد الأول منه هو الأمريكي ما عليش ما بنننسى أنه إسرائيل اليوم تبيع السلاح للأمريكي والأمريكي بيجيب من هؤلاء الأعراب والمتأسلمين بيدفع مليارات وبيجيبوهن على سوريا فإذن لهم مصلحة باستمرار الحرب من أجل سوق السلاح ومن أجل الهروف في الأزمة الاقتصادية الأمريكية إلى الأمام وتأجيل الاستحقاقات طيب روسيا ماذا سوف يكون موقفها ما الخطوات التالية لذلك أنا أعمل أنه الروس ما بقى رح يقبله بوقت أبعد من ذلك أنا أتصور أن الأشهر القليلة القادمة ستكون حافلة باستحقاقات كبرى وإذا كان لم يتفق على مثل هذه القضايا والعنوية الأساسية وانزلق المشهد قد يكون هذا الصيف حامل لذلك لازم ننتبه لذلك الرئيس بشار الأسد هون اللي من حي قال كلمة هامة في أحد التصريح أنه يعني يتلفت إلى حالة معينة وهو حذر من أن يكون هناك نية لدى بعضهم بالغرب في ضربات معينة ما بعرف هذا لازم تراجعوه نعم فإذا الرؤية واضحة أمامنا هناك من لا يريد لسوريا إنجاز كامل بهذا المعنى وخصوصا في ملف الغاز اللي الرئيس بشار الأسد من الالفين وستة وبالستة وتسعين صار فيه مشاكل بوقتها على ملف الغاز في الشرق الأوسط وعلى ملف البترول وبدأ الشركات الفرنسية كانت ولو إجا حكي مع الرئيس بشار الأسد فيه شراك بده لتوتال ولشيل واللي معروف إنه هو شركة هو رفيق الحريري في ذلك الوقت في أحد الشركات نعم نعم وحصل المشكلة من هذا الأمر وراحوا في الخلاف وإجا كولين باول وخلق الخمسة عسعة وخمسين وقتل بالحريري اللي كي يلسقوه في سوريا كل هي الترتيبة من أجل هذا اللي عم تشوفه اليوم ونحن بنعرف تماما إنه اللي رتب هذا الوضع الداخلي تصور إنه هالجهباز عبد الحليم خدام غاب الغيبة اللي ما أنا موجودة أبدا بعد شوي طلق أبل قصة بانياس بيومين ثلاثة لحتى يعني على الدليل إنه العلم ما بس عند الإسرائيلي وعملاءة في كل مكان إنه طلع ليقلهم إنه ها هيا بانياس رح تشتغل بقى كم يوم وشتغلت وشتغلت وكان رد ورجع علق عليها وكان الرد ما بس رد عادي يعني لكن الرد باللازقية وبالمنطقة ونيك بالجبال كل يوم في مسح لهؤلاء كل يوم سحق يعني ما بيلحق واحد يرفع راسه إلا بيكونوا منتهيين وهذا يتعمن في كل مكان وفي كل زمان يعني حمص شغلة رائعة وهائلة المدن اللي نحن لازم نطالب كلنا موضوع الرقة بدنا شغل عليه فورا بدك تسمحوا لنا كلكم خيكلنا نروح نقاتل بالرقة وقت اللي بتشوفه فيه أولوية كل يتنخذونا للروع الرقة وأنا بقول إذا احتاج الجيش لازم ياخد من سن الخمسين وأقل معلومة شي شاب وعي بالخمسين كلنا منروح من قاتل إذا كان هذا مرعبنا طبعا أقل من واجبنا ندعيك على إدلب بالأول أنا حاضر أنا بروح بدون تدعيني أنا عم بروح على كل مكان بس بدي الشباب بالمجلس يشمروا عزنودهم وينزلوا أنا بروح لا تخاف علي لا لا بدي ينزلوا على الميدان أنا حاضر لقاتل وأنا مقاتل ما عندي مشكل أبدا بإذا الأمر إلي فخر أنه يكون أصغر حدف الجيش العربي السوري لروح قاتل وأنا ما بتخبه يعني قلت أكتر من مرة أنه في العظم اللحظات عندما أرى أن السياسة لن تجدي سأرتدي ما يناسب السيف أصدق وأنزل الحديد ما بيفلوا إلى الحديد سأحضر رحض جزء قليل من المجلس في آخر الحوار لكن الحديث عن الجانب الروسي اليوم ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا ما الذي يمكن أن تفعله في المستقبل مع التصعيد الذي تقوم به الدول الأخرى التي هي نتكلم عن أمريكا لا نتكلم عن البقية البقية أدوات أمريكا اليوم تحاول التصعيد تحاول أن تخبر الروسي بأنها مستمرة بذلك العدوان مستمرة بنفس الخط السياسي والعسكري ضد سوريا أظن أن روسيا تستطيع فعل الكثير أثبتت قوتها في السنوات الأخيرة كقوة دولية عظمة وبدأت تشعر بأن البساط يسحب من تحت قدميها فعادت بقوة وأيام ميدفيدف و بوتينت تذكرنا بأيام بريجينيف وأندروبوف ستفعل أكثر مما هو مطلوب منها ولكن أملي أن نتصل الأمور إلى الصدام لأن الصدام سيقع على أرض سوريا صدام من أين ناحية؟ صدام العسكري المسلح إذا حدث بين المعسكر الروسي والمعسكر الغربي سيكون على حسابنا هذا ما لا أتمنى أليس صدام عسكري يعني؟ هو أسوأ من الحرب ليس بمعنى الحرب الشاملة لا أبدا ليس بمعنى الحرب الشاملة المدمرة التي قد تحدث إذا ساءت الأمور والسيناريوهات هناك البعض من قال بأن أمريكا انجبرت في الفترة الماضية على أن توقع مع روسيا من أجل عقب مؤتمر دولي في سوريا هل هذا الكلام منطقي؟ هل هذا الكلام ما يجري على الواقع هو مشابه لهذا الكلام؟ أم أنه فقط مجرد كلام سياسة وإعلام؟ أظن أنه كلام دبلوماسي يشعر بقوة الدبلوماسية الروسية ويشعر أيضا بأن أمريكا الآن غير مستعدة للمواجهة رغم كل التصريحات الأمريكية رغم كل التصريحات تبقى تصريحات إعلامية كم مرة صرحوا لما وصلوا لحدود سوريا بعدما دخلوا العراق الهجوم على سوريا بكرة وبعد بكرة تصريحات تبقى تصريحات أما ما يجري الآن كسر عظم بين قوتين وعظمين تضارب التصريحات الأمريكية هل ناتج عن خلافات داخل أمريكا؟ أم أن هناك سياسة أمريكية استراتيجية تطبق في المنطقة وكل يخدم هذه السياسة من الرؤية والموقع الذي موجود فيه هل أمريكي قادر على المواجهة المباشرة اليوم؟ هناك سياسة صهيونية وليس أمريكية صهي وأمريكية لأنه اللي حاكم في البيت الأبيض هو اللوبي الصهيوني يعني معروف معروف لكل دول العالم ومعروف في قواعد سياسي هذا الأمر ولكن أنه هل الروسي حتى الآن هو مدماك أساسي أو لا لا يمكننا أن أقول إلا أنه موجود مدماك أساسي استعاد نشاطه ووقوته أكثر من خلال هالأزمة في سوريا ونهض بشكل سريع يعني قطب قطب غير عقيادي واليوم الأهمية في الدلالة أنه القيصر بوتين أنا سميته من الشهر الأول أنه مبين كشر عن أنيابه بابلش بدي يعيد أمجاد روسيا بشكل أو بآخر بيقول لك أنه لو وصل القتال الرسالة للأمريكي إلى شوارع موسكو لن أتخلى عن الرئيس الأسد وعن سوريا شو معنى هذا الكلام؟ هذا الحلف الدولي اللي عم نتحدث عليه لكن بعض انتقل سياسة روسيا قال أن روسيا تستطيع أن تقدم المزيد المزيد داخل سوريا لكنها لم تقدم المزيد لأنه نقول هذا الموضوع أيضا أنا أول من طالب القيادة الروسية أنه معلش ما حدا يمننا ونحن منشكركم كتير بس ولكن فيكم تعملوا كتير معلش فيهم يعملوا أنا بعرف أنه فيهم يعملوا وبعض الحلفاء الآخرين لأنه عتب عليهم أيضا فيهم يعملوا ما حدا يبلع لسينه ويفكر أنه نحن كمان بالنتيجة قلتلك مئة مرة وبرجع بكررة والله 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 صادق والشعب السوري كله بيعرف هذا الموضوع لأنه هو صادق كلنا من حسب هذا الموضوع لو لا جنودنا وجيشنا وقائدنا وشعبنا وشوائداءنا ما بتشوف كل هاي الدول في هاي المعادلة نحن منشكرهم كتير هو وقفوا معنا وكل شيء ولكن نحن منعرف أيضا المصالح والتقاطعات بين أمريكا وروسيا منعرف المصالح بين الأمريكي والصيني منعرف أنه فيه إقرار يعني الصين مع سوادعيون السوريين بس الصين فيه قرار أنه بال2017 هي الحاكم الشرعي الاقتصادي العالمي لكلها هالعالم وهالمجتمع فهي بحاجة سوريا وبحاجة الشرق الأوسط من خلال سوريا من الذي يمكن تقدمه صين روسيا أكبر من الذي قدمته اليوم خي كل صراحة أنه نحن في بعض التكتيكات في الأساس كنا نفتقد لها أنه في بعض الاتفاقيات لازم كانت تكون موجودة ومفاعلة أنا شو لكان المشكلة لو كان عندي قواعد روسية منتشرة في كثير من المناطر في سوريا ما عليه شيء سوريا بالقواعد أمريكي الموجودة في الخليج لكن هذا ما يخليك أنت تابع بالقرار السياسي لا لنطبق يد السوريا عن هذا مطلقا ما بترضى بس عمقول في الأساس كان لو بدأ سوريا تستغل مثليك عمقول لي ما كان ما عمقول إذا بترضى أو ما بترضى عمقول عم بطرحوا من باب التساؤل حتى تعطي لأفق الحوار معنى أنه لو بدأ سوريا كان يكون في قواعد لي ما كان عندنا مثلا قواعد روسية ما كان قدروا تجرؤوا كله على كل هي اللعبة بسوريا ما بتلعب إلا بالمجال الوطني بصحنة الوطن طيب أمريكا هل هي مستعدة اليوم للمواجهة المباشرة هل هناك رؤية سياسية معينة من خلال متابعتك وتحليلك دكتور أن أمريكا قادرة على المواجهة العسكرية اليوم في سوريا مواجهة عسكرية كبرى بمعنى إشعال المنطقة في الحرب ما حدا له مصلحة فيها ولكن بعض التورط في ضربات غاطفة بحلف دولي بشك أنه ممكن ينعمل وموقف روصي في هذه الحالة سيكون شديد جدا وسيكون رادع ولن تطول تلك الضربات يعني إذا ما حصلت أنا أقول هذا هاجز هناك معلومات ترت في كل يوم نقرأ هناك تقارير دبلوماسية ترت في كل يوم وأنا بطلع على جزء كبير منها في شيء باللعبة الدولية عابي حاك ولكن أنا أبأكد لك هذا سيفرمل كله بالكامل إذا ما كان ضربات الجيش العربي السوري مثل ما أنا عاب أعرف في شيء كبير سيحصل يعني في شيء مفاجئ لهذا العالم من قبل سوريا سيحصل قد يفرمل كل هذا المشروع فلذلك أنا أقول أيضا تحديل ولا معلومات لا بالمعلومات أنا أقول للأشقاء في لبنان وبيجي يوم نعمل حلقة على معلومات هامة جدا إذا بدك يعني منكشف بعض المعلومات اللي نحن ولنا مصلحة فيها في كثير من الأحيان أنت بتعرف ما فينا نعطي أعداءنا معلومات يستفيدوا مننا ولا بأي شكل وأن كانت بتفيد جمهورنا ولكن مثلا اليوم خلينا نقول في كل صراحة عنا كثير من المحادثات والمكالمات اللي بتأكد تورط مثل ما قلت لك وهذا عنا تسجيل فيه بعض الدول وبعض هؤلاء القتل وعنا أسماء وأرقام وكل شيء كيف دخلوا وكيف طمروا بعض الأسلحة وغاز القردل وغيره اللي له علاقة في المواد الكيميائية ونحن ما منجي منعلنها في كل زمان ومكان ومنشير إلى بعض الإشارات بس ولكن أنا بعرف أنه سيأتي يوم ومنه بعيد قلت لك حتى بإذا الموضوع تعديدا رح سمعك التسجيل طيب ملفي الأخير نتكلم قليلا بالشؤون الداخلية الشؤون السياسية الداخلية وبمجلس الشعب السوري يعني هناك البعض ينتقد أداء مجلس الشعب السوري طبعا مشكور كل الأشخاص كل السياسيين الذين رغم كل شيء رشحوا أنفسهم وفازوا بجدارة داخل مجلس الشعب السوري وأوصلوا كثير من أراء الناس ويتم معالجتها لكن هل هناك التقصير موجود اليوم هل نستطيع أن نحمله لمجلس الشعب أم نحمله إلى الأمور السياسية التي تجري في المنطقة إلى الحرب الدائرة على سوريا اليوم أكيد الأزمة ألقت بظلالها على كل المؤسسات في سوريا ومن ضمنها المؤسسات التشريعية يعني صار قرار أو النية بالترشح لمجلس الشعب انتحار في بعض المناطق مشروع انتحار عشنا في إدلب تلك الأيام تهديد مباشر أحدى مديرات المدارس طلبت مني وسيقة تثبت انسحابة من الترشيح كي تعلقها بالمدرسة حتى يراها المسلحون ويعفوا عن ملاحقتها ورغم ذلك أصر ربع أنا جيت بالانتخابات التكملية أنا ما جيت في بداية الدور ذهب أحد أعضاء مدير الشعب المحافظ إدلب محافظ فنقص العدد صارت انتخابات تكملية بشهر 12 وكنت في الدور السابق الدور التشريعي التاسع مجلس الشعب لا يقصر مطلقا لأن مهمة مجلس الشعب الأساسية تشريعية يعني نحن نحكم على مجلس الشعب لا يخدم مواطن مجلس الشعب يخدم مواطن من خلال مشاريع قوانين تأتيه من الحكومة ومراسيم تأتيه من السيد الرئيس الجمهورية فيناقش المشاريع القوانين ويقرها ويطلع على مراسيم السيد الرئيس الجمهورية ويتم إقرارها إذا في ملاحظات تعود إلى مصادرها لكي يتم تعديله هذا هو العمل الأساسي لأعظام الشعب أما إذا قاموا بعمل إضافي خدمة مواطن من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية فهذا يشكلون عليه المواطن لا يستطيع أن يصل إلى وزير أو إلى مدير عام أو إلى معاون وزيرة قومون أعظام الشعب يقومون بذلك مشكورين نحن قادرين على أن نطور عملنا أكثر يعني الوطن يوم بحالة حرب طبعا طبعا تطوير العمل يكون من خلال سيد رئيس المجلس ومكتب المجلس بالتواصل مع جميع البرلمانات التي يعني ألغت علاقاتها مع سوريا وأظن أنه قام بذلك سيد الرئيس رئيس المجلس مشكورا بعض البرلمانات لم يرد على رزائلنا وبعض البرلمانات استقبل وفود من مجلس الشعب السوري ولب الحديث كان يدور حول الأزمة في سوريا البارحة كان عندنا وفد تونسي من أحزاب تونسية يعني هل يصدق أحد أن في هذه الظروف تونس وحكم إسلامي ويأتي وفد وطني بإسم أحزاب تونسية ويجدس ساعات الوفود لن تتوقف عن سوريا في كل الأحوال وهذا نصر آخر لسوريا نعم نعم هذا يعني رديف للعمل الدبلوماسي العمل الدبلوماسي من خلال خارجية تأثر قليلا بسبب الأزمة هذا العمل النيابي رديف للعمل الدبلوماسي عندنا البرلمانات حتى الدول الغربية المعادية هناك معارضة علينا أن نتصل بهم يعني نتواصل لإرسال إفهام رسائل ما يجري في سوريا لتلك البرلمانات طيب دكتور هل يستطيع مجلس الشعب أن يقدم أكثر من ما هو موجود حاليا يعني نحن في حالة حرب هناك بعض المناطق ربما صعبة التواصل فيها هناك بعض المناطق تشهد حالة حرب يعني الدكتور نموذج جدينا عن هذه المناطق هل نستطيع أن نطور عمل مجلس الشعب من خلال رؤية سياسية ومن خلال مطالب الشعب السوري أولا بعتقد طبعا فينا نطور لأنه أساسا نحن في عنا قضايا ومرتكزات أساسية فيها خلل أولا قضية الانتخاب انتخاب أعضاء مجلس الشعب الطريقة التي يتم بها الانتخاب تعليب الانتخابات هذا أمر يجب إعادة النظر فيه لأنه المصلحة للدولة العليا تقتضي بأن ينتخب ممثل عن الشعب حقيقي يعني ما علي شي خلي يكون في كوتل الأحزاب 30% خلي الشعب ينتخب 70% بحرية تامة وهي الانتخابات يجب أن تبدأ من المخاطرة قبل أن تبدأ بمجلس الشعب ما علي شي اليوم نحن يعني من أصغر مؤسسة طبعا يعني 20 ألف نسمة أستاذ حسين نعم بتلاقي فيه عندهم مختارين أولا ما بيكفي شي ما بيكفي فيه قانون فيه عرف في كل دول العالم اليوم كل ألف شخص بكل دول العالم عندهم مختار ما عندك شي ما عرّة 100 ألف شخص أربعة مخاطير طيب 20 ألف طيب فإذا فيه عندنا خلل بنيوي وأنا من خلال المختار بكمش الحي كله بكمش الثقافة فيه يعني بيكون مرجعيتهم أيضا هذا ينطبق على الإدارة المحلية وعلى كل ما له علاقة في الديمقراطية خي الشعب في عنده حالة أما بيشتغل في الدولة أو الدولة بتشتغل فيها حالة من حالتين يعني أنت الشعب عبي يجي بيقول في يوم مرة منه خي نحن ما عم نمارس الحرية والديمقراطية خلي مرس الحرية والديمقراطية ليه لو أن أنا هارم في الانتخابات يشبع انتخابات خي كل ما فيه استحقاق انتخابي خلي يشتغل ولكن أنا وقت البدي أوصل للمؤسسة التشريعية يجب أن أفعل دورة أولا وأن أعطيها يعني اليوم أنا ما بفهم أنه مجل الشعب ما عنده مكتب ما في مبنى مكاتب لعضو مجل الشعب ما عنده أي كالية ما عنده كيان وين بده يستقبل الناس أقل شيء؟ ما بس استقبال يا خي إله شرعية إله كينونية مواصل عن الشعب كيف إذا بدي يجع مكتب ما عنده مكان يستقبل فيه ما عنده مكان يضيف قوي فيه ما عنده أي مكتسبات شو هل حكي إذا أنا عضو مجل الشعب ممثل على الأمة لا عندي سيارة بتعطيني هي الدولة ميزة طيب ولا عندي مكتب ولا ما بحرف شو وراتب محدد ما بعرف قديه هو عضو مجل الشعب ما رجل يفكر مكتسبات ما شو بدي أنت ما بدي أنا ما عقول خي ما عقول أنت إذا بدي إحنا مع عسكرية أنا عم بحكي عن شيء له علاقة في السياسة في كل دول العالم ما من نضل في عقلية صار تشكيك بي بي لا 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 إذا الشعب أفرزك إذا الشعب مفرزك بشكل حقيقي أنا عم بحكي أنا عم بحكي إذا أنت جاي بأغلبية وأنت صحيح جاي بانتخابات حرة وديمقراطية دون تعليب الحزب الفلاني وترتيب أنا محسوب على فلان وها جاب فلان مثل عطريقتنا أنه أهلية بمحلية لا أبداً لا شو أبداً هيك عم بيصير هواقع فلان الأزمة جرى بعض الحالات لك يا تأتي يا أستاذ إذا بتريد أنا بعرف كثير يا رضاك كل دول العالم الديمقراطية تتصدر في الأحزاب الوطنية التقدمية الجبهة بقائمة والمستقلون لهم مقاعد بس ما بتاخد 70% خي شو؟ الحرية بتكون 70% للناغبين وللي هن مدنيين ما لهم علاقة بالعزاب خير في عندك دكاكين هون في دكاكين ما لأن أعزاب طيب هي فجبت اللي ممثل عنهم هي دكاكين مالون على حقي ناس أنا ما بعرفها يا أخي لك يا أخي أنا مواطن بس أريد إذا سمحتوا لي إذا سمحتوا لي يعني هاي الأمور الثانوية نستطيع أن ننظمها بالفترة المتبلة لا لا بس خليني كفي لك هي شغلة هامة جداً لا لا هي شغلة هامة تطوير مؤسسة البرلمان كمؤسسة والارتقاء في الانتخابات فيها أمر من مصلحة الدولة يعني بيروح مصلحة الأشخاص اليوم مثل أنا وقتل بيجي بخصفة اقطاع بالدولة فيه خمسين ألف عامل بيعطيه لشخص وهذا حاصل عنا في سوريا كيف؟ طيب نستطيع معالجة هذا الموضوع في المستقبل من خلال طبعاً برنامج السياسي وارد وارد قانون الانتخابات بعد المؤتمر الحوار الوطني الشامل وارد قانون الانتخابات جديد ودستور جديد بس المهم أن لا نتلاعب على هذه التوصيات وأن لا نأتي مجدداً لننخرط في عملية التعليد طبعاً هذا من سيحدده بدي مشروعية الدولة أنا بدي الدولة هي تتحسن تكون هي الفائز الأكبر يعني اليوم أنا إذا أجأ عضو بيمثل الشعب عنده ثلاثمئة ألف خليني يقول صوت هذا معناته واحد كبير وقتل أنا بيجي بيجي لعندي واحد بيمثل ثلاثمئة ألف غير ما واحد أنا بجيبه من الحزب ما في ثلاثة بيمون عليهم ثلاث أصوات ما أحدا بيعرفوا بضيعته في ناس تجي على مجلس الشعب تروح ما أحدا بيعرفها طيب في علينا مسؤولية بعدين لا لا أنا بصمت خيب الرقة قاموا يدي كل مرة بالرقة وأنت كنت قاعد بالمجلس حكينا كلمتين ممنوع تحكي حتى قمع فكري نحن نسأل يا خيوان نواب الرقة ساعدتكم وقت الليب صار هالمشكلة في الرقة وبعض الخيانات قامت الدنيا وما قاعدة ها بيصير في عمل ديمقراطي لا يا عمل عسكري بده يعمل بدي يكون ببلده بدي يكون مع شعبه مع ناسه مع أصحاب أهل الرقة إن شاء الله في حلقة خاصة على الإخبارية السورية هل نضج الموعد الذي يجب أن يكون لديه من أجل عقد أولى جلسة تحضيرية للحوار الوطني في سوريا من خلال برنامج السياسي ما السبب السبب حد الآن أغلب المشاركين في جلسات الحوار يعني من الذين سيتحاورون في صفنا وليس بالطرف الآخر يعني من يشارك في جلسات الحوار لا حد الآن قلة قلة قليلة جدا من المعارضة التي نتمنى أن تكون كلها موجودة كلها موجودة في هذه الجلسات طيب يعني نحن راح نعتمد على الموضوع الخارجي أم الموضوع الداخلي الوقت هو الذي سيحدد ذلك المستقبل القريب وليس البعيد يعني أظن قبل نهاية 2013 لازم يكون وصلنا لمؤتمر شامل راح نوصل دكتور في هذا التاريخ المحدد أم التاريخ غير مهم أنا شفت الخطة يعني سيد الرئيس حطها تصور تصور هام جدا ولكن بدك قليل تنفيذ بالعمل رئيس الحكومة أنا ما بحب أحكي عن أشخاص بس ولكن الرجل واضح أنه عنده نية طيبة ومقلع بالموضوع وعم يشتغل ولكن أيضاً هناك يعني الدولة معينة على كل الناس يعني أنا بعتقد لازم تفتش على شرائح أخرى والضمة أن نبتكر ما يسمى معارضة حقيقية أنه نفتح أبوابنا لهؤ الناس كيف نفكر هذا الموضوع؟ أخي فيه ناس موجودة قد تكون ما حدا شجعها على أن تكون عندها حزب مثلاً يعني فيه فعاليات كبرى اليوم بالبرنامج الحكومي جابوا كل الشرائح أنا بقول لك بس عم يقول لك أنه من هون إلى 2013 هذا إفساح في المجال لا نهاية 2013 أنه إفساح في المجال الذي يتطور هذا العمل أكثر لازم نشتغل كلنا والحكومة لازم تجيب أكبر شريحة من كل الأماكن من كل المناطق من كل التنوعات وتشركها في هذا الحوار وكله ينخرط في مشروع الدولة لأنه الدولة بتوسع كل الناس فيه ناس عنده هاجس أنه إذا أجه فلان أنا ما بجي بقول لك يا حبيبي والله الدولة مجالها كبير وميزاتها كبيرة وبتوسعنا كلنا وبتوسع قد تكون عشرين ألف مرة بعد إذا بتجوا يعني ما فيه إشكال بس تفضلوا تفضلوا تعوه لنشتغل بشكل حقيقي لنبني قواعد أساسية لحياة وعيش كبير في سوريا كما هي سوريا كبيرة دي جيشها لازم نواكب يعني نسمر عمل الجيش ما حرام ما نسمر عمل الجيش نحن في الليل والنهار وبعد يكون عنا خوف وقلق قال طريق ما فينا نطلع عليه يا حرام على هذه الحياة ننظر أجينا طيب موضوع المؤتمر الداخلي هل يرتبط بما يحدث بالخارج؟ أم هذا الموضوع موضوع آخر؟ لا أعتقد فيه جزئية كبيرة منه يرتبط يعني هناك من يريد أن يأتي بصراحة ألا هني خايفاني من بعضهم هو برا إنه إذا جيت أنا شو بيصير بيفرض العائد بيفرض المسبحة بيتفعوله شوي بيتأخر وأنا بشجعهم أنه يجوا اليوم لأنه يمكن بعدين يفوتهم القطار ما رح يمشي الحال لو أجوا وتقدموا على طبق من داب ما بقى رح يمشي الحال لأنه سبق هالموضوع وخلص انتهى مفعولاً إلى أن يأتي الله أمراً كان مفعولاً بقى لجولة جديدة الله بيعلم مئة سنة مئتين سنة مابتعد أبيعرف بالتاريخ لأنه هي العلاقة باستقرار منطقة اليوم أنت وقت بتخلص أنت عبتأسس لنصر عمره مئة سنة لقدام يعني هي حقبات من التاريخ ما كل يوم بتصير القصة وكل يوم بيصير نزاع وكل يوم بيصير اشتباك في الدول عرف كيف؟ هي مراحل فلذلك أنا أدعو الجميع إلى العودة ما لديه نية حقيقية وأنا باعتقد أن سوريا صادقة في كل مطرحته وخصوصاً الرئيس بشار الأسد أنه رجل يريد الإصلاح من بابه الواسع ويريد أن يعزز مفهوم الدولة وهذا الذي دعا هؤلاء في الغرب وإسرائيل أن يشنوا هذه العمليات الداخلية في سوريا ويشجعوها بمزيد من السلاح وغيره لكي لا يكون هناك تطوير في سوريا حقيقي وتحديث طيب دكتور هل برأيك إذا تأخرنا إلى آخر سوف يعقد هذا المؤتمر بمن حضر أم أن الأمور لا نتمهل علينا قليلاً ونستمر بمحاربة الإرهاب والعملية السياسية مستمرة؟ لا المؤتمر سيعقد بمن حضر؟ لا بدي يكون صار فيه ناس فيه ما لأنه بسمي مع الحضر أنا أبأكد لك أنه فيه ناس جيه بس اليوم حتى المشاورات أنت إذا نلاحظ لأنه توسع بيكار الموضوع وهذا مهم هل توسيعة بمروحة الاتصالات لعمل رئيس الحكومة؟ هو واللجنة بالجلوس مع كل الشرائح واليوم عم يفتشوا بعض على بعض الشرائح وأغفلوا بعض الشرائح كمان لازم نشدد عليها ونحنا منقول دائماً يعني منحكي ما أنه منحكي حتى هذا الكلام منحكيه لرئيس الحكومة وأنا قلت له وحكيه مع كثيراً من مسؤولين أنه نحنا لازم نطور هذا الموضوع وباعتقد الكل منفتح على هذا الأمر ولكن أنه منضل نيطرينهم لحضرة سعادتهم هو الجهابيز البرا اللي بدي يجي اللي ما بدي يجي لا والله إذا ما بدي يجوا سوريا قائمة فيهم وبلاهم لأنه عندنا كثير موجودين بدهم يشتغلوا أنا بأعتقد يجب أن يشجعوا الموجودين كمان يعطوهم فرصة جربوهم يعني ما مننا نيجي عشرة وعشرة مكرر واحد عنده ملف وفاسد من أول وآخره منرجع ونشيله من عين كأنه ما عنا غيره منرجع ونشيله من رقيه من عينه لك يا حبيبي طالع بملف تسمكه الآن لك لازم نستحي على حالنا خلاص ما بقى غير الشخص طيب كلمة أخيرة دكتور في ختام البرنامج أتمنى أن تتعافى سوريا سريعاً من هذه الأزمة وأدعو كل من غرر به رمي السلاح والعودة إلى حض الأم الحنون سوريا والعودة إلى بلده وأقاربه وجيرانه والمشاركة في بناء سوريا قوية جديدة إن شاء الله دكتور يعني كلمة أخيرة وأرجو أن تطلعنا على معنويات المواطنين وأهن في حمص يعني المفاجئ قلت لك أنه حمص أنا ليه عم أقول أنه إعلامنا إعلامنا المشكلة يا حرام أصيب بقضايا كبيرة يعني عندنا ناكسات كتير عندنا تخريبة كتير تعرضنا له عندنا يعني كثير من اللي بيمتلكوا الإعلام عم يحاولوا لأنه هي معركة كبرى وأنت بتاخد من موضوع عقوبات تصور هالدول أدمهية عندها ثقافة عالية وأنه قادرة عم بتخفف حالة أمام كل شعوب العالم قناة الدنيا تتعرض مرتين دي عقوبات شوف الإعلام السوري شوفها على فعله بالرغم من الإمكانيات المتواضعة والإخبارية فجرة ما أدرك أيضا الفضائية التي قدمت أيضا شهداء شهداء الإعلام السوري صاروا كثيرا وأعتقد أنه مضحون وكبار لذلك أهل نبي حمص أنا باعتقد يجب أن يصلت الإعلام الضوء على تلك المدينة أنا زهلت ما كنت متصور هيك يعني تعمقت بالأمر بزيارة لأيام عديدة تعمقت شفت كيف هذا الشعب لك يا رجل صباحا والحياة تجي بتتفرد لك بس بدك سلايت تحطه وعمل أس أنجي مباشر بس الصورة هي تحكي بداخل حمص لمدة ساعتين ثلاثة وشوف شو هي النتيجة داخل حمص أقول لك كل المؤسسات عاملة قطاع عام مؤسسات الأدوية المعامل الدنيا المعامل الألبان الأجبال كل الحياة رأس الاقتصاد في حمص شغلة كبيرة مع العلم حاولوا تشويه الصورة يعني حمص من أكثر لذلك أنا أتمنى أنا التنظير الإعلامية هنا لذلك أنا أتمنى على الإخبارية بشكل خاص لأنه سباقها في كثير قضايا أن تذهب إلى هذه الأماكن وتأخذ ريبرتاجات من تلك المعامل وتشوف تصلت يعني عمقلك رحنا على الوادي الوادي صامد وادي النظارة اللي منحيه أهله وشعبه صامد أمام القتل والإرهاب والمناطق المتوترة كلها صامد بالمقاومة ما أنه صامد إيه شباب كلها مثل الده بدي تقاوم هذا المشروع وهؤلاء القتلة تلاقيون عادي يفروا أمامهم المشهد الأهم شباب الدفاع الوطني في هي الأماكن غير المعادلة ليس نجو صدرك يا رجل تطلع عظمه قمة لذلك مننا نحيي أهلنا جميعا بحمص ونشد على إيد يلتلك لك الجامعيين يا رجل مشهد مشهد بس روح صور الجامعة طلاب وأنا داخلين وأنا طالعين عدا عن المرافق العامة اللي شفت أنه المحافظ مهتم جدا في قضية نقل بعض المرافق من بعض المناطق المتوترة للجامعة ولغيرها يعني الحياة رأس الحياة في حمص بعدين العيشة المعيشة أرخص من أي مدينة أخرى بأكثر من 30% هذا أمر هام جدا كمان لذلك كلنا لازم نحتزي بهي المكان طرد الفاسدين بالمحافظات مثل ما عادي يعملوا بحمص أمر جيد يقالتون لازم نعمم هذا الموضوع المحافظين لازم يشتغلوا على هذا الموضوع ليلا ونهارا عم يشتغلوا الله يعطيهم العافي ولكن لازم نحط إيدنا لأنه اليوم محاربة الفساد في سوريا والقضاء عليه هذا يعني القضاء على هؤلاء القتلى وعلى الفتنة وعلى الإجرام وتحطيم كيان العدو الإسرائيلي في أن تكون سوريا قوية طبعا إن شاء الله هذا ما يجري اليوم في سوريا وإن شاء الله هتطور الأكثر وكل التحية لأهننا في حمص الذين صمدوا بوجه الإرهاب واليوم رغم كل شيء هم باقون صامدون كما أهننا في إدلب في المدينة الذين يمارسون حياتهم طبعا كل التحية لكل شعبنا في كل مكان شو إدلب حارم يا رجل تعرف بس أهلي شيء يجب أن يكتب عنه في التاريخ سلقين إدلب المدينة كثير من القرى يعني القرى بإدلب كلها وقت اللي بيوقع الإنسان تحت سطوة هؤلاء القتلى والمجرمين والسلاح بس شوف وقت اللي بيجي الجيش كيف الزغاريد والورود والاحتفالات تقام كلها لذلك هون لابد ما نحيي في نهاية هذا اللقاء جيشنا الجيش العربي السوري البطل وقائده وكل شعبنا كل فرد فيه إن شاء الله وكل فرد فيه وكل مقاوم يدافع عن هذه الأرض وكل شريك شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا أيضا دكتور محمد زاهر يوسكي عظمج الشعب السوري والدكتور محمد ضرار جمو أهلا وسهلا بكم اليوم طبعا حاولنا أن نصلط جزء بسيط من الأحداث أتمنى أن نكون قد وفينا وكفينا شكرا جزيلا لكم شكرا اسمحوا لي أن أحيي في كل يوم مثل هذه الأيام لأننا يجب أن نحييها ونذكرها ونعيد المجد الذي هو اليوم موجود إن شاء الله برجال الجيش العربي السوري أيار النصر أيار الفخر الذي دحر فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي وانسحب صاغرا من جنوب لبنان اسمحوا لي أن أذكر المواطنين بأننا مثلما هزمنا الاحتلال الإسرائيلي مثلما تحدث الدكتور جمو بأننا من هزمنا القائد الخالد حافظ الأسد رحمه الله هو من هزم المشروع الإسرائيلي في جنوب لبنان اليوم سوف نهزم هذا المشروع برجالنا البواسل رجال الجيش العربي السوري من دير الزور إلى أدلب إلى حلب إلى حمص إلى درعة إلى كل منطقة إلى كل شبر في سوريا الحبيبة التي اليوم تقاتل من أجل أن تحيي مشروع هذا المشروع القومي الذي عنوانه تحرير الجولان المحتل من الصهاينة واستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة كل التحية والتقدير لكم مشاهدين الكرام إن شاء الله سوف تعود سوريا أقوى وأفضل مما كانت إنه آيار النصر آيار الفخر هذه تحياتكم من ينمو حديثكم السلام عليكم